الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي جعلناه في قصص وعبر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما ذكر أهل التاريخ والسير هذه القصص لا نذكرها لأجل التسلية بل لأجل الفائدة معنا اليوم ثلاث قصص رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما روى كل قصة إلا لعبرة من العبر وفائدة من الفوائد وسوف نذكر كل قصة وما فيها من فوائد وما فيها من عبر أما القصة الأولى فيذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل كان يمشي في أرض فلا رجل في زمن من الأزمان من هذا الرجل لا يهمنا في أي زمن أيضا لا يهمنا المهم والعبرة فيما حدث ليس في أي أرض أي فلاة من هذا الرجل في أي زمن هذا كله ليس بمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بما هو مفيد ولهذا أوتي جوامع الكلم كان يمشي في أرض فلا ومر سحاب فوقه فسمع صوتا داخل السحاب تخيل أنك تمشي في صحراء وتسمع صوت داخل السحاب فوق هذا الصوت غريب وصوت في صحراء وأنت تمشي في صحراء سبحان الله الإنسان يخاف إذا سمع هذا الصوت لكنه ماذا سيفعل حتى لو خاف قال سمعت صوتا داخل السحاب يقول اسقي حديقة فلان رجل باسمه اسقي حديقة فلان فزع الرجل الرجل يخاف الآن واحد يقول ومن الذي تكلم الآن وأمر من أن يسقي حديقة فلان وباسمه شوف تخيلوا يعني يقول خالد ولا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا اسقي حديقة عبد الله اسقي حديقة فلان باسمه يقول فتحجم الرجل الآن فإذا بالسحاب يتحرك ويتجه باتجاه هذا الإنسان الآن أخذه الفضول لازم يعرف من فلان وهل الأمر حقيقة وهل ما سمعته أنا وهم أو حقيقة ما يدري فأسرع باتجاه السحاب يريد أن يرى الرائح تجه السحاب إلى مكان ثم عدت السماء ثم بدأ المطر ينزل يقول فرأيت الماء يتجمع في وادي في شرج في أودية يتجمع الماء كله في مكان واحد ثم يسير في ذلك المجرى فأخذ الرجل يتبع يتبع الماء والرائح لازم يعرف الصوت هذا حقيقة أو خيال يقول فأسرع فإذا به يرى الماء يصل إلى مزرعة من المزارع مزرعة في الصحراء غناء ثمار جنان في داء في الصحراء نفسها والغيم يتجه إليها وينزل عليها الماء شيء غريب أليس كذلك يقول فإذا بالماء يصل إلى تلك الحديقة والمزرعة وإذا برجل عنده مسحاته يعني يوجه الماء إلى داخل حديقته يمنع من هذا المكان ويسير إلى هذا المكان حتى سقط الماء سقى الماء الزرع كله يقول فجئت إليه وسلمت عليه من صاحب المزرعة؟ أنا صاحب المزرعة خير قال ما اسمك؟ قال اسمي فلان نفس الاسم الذي سمعه في السماء تأكد الرجل أن الذي سمعه ملك من الملائكة ملك يأمر ملك الجبال أو عفوا ملك السحاب أن يأتي بالماء وبالمطر إلى حديقة فلان في الصحراء اتجه إلى حديقة فلان الآن تأكد الرجل أن الأمر ليس بخيال الأمر حقيقة والملك أمر السحاب أن يسقي تلك الحديقة من بين مزارع الناس وخيرات الناس اختاري هذه المزرعة يقول فقصصت عليه القصة لما سأل لما سألت عن اسمي؟ ليش؟ وما شأنك باسمي؟ فأخبره الخبر وما سمع ثم قال له أسألك بالله أخبرني ولما السحاب يسقي حديقتك من بين الناس؟ فقال الرجل أما وإنك قد سألتني؟ خلاص؟ سألتني سأجاوبك شيء شفت بعينك الآن لا أقدر أخفيه قال أنا أزرع هذه المزرعة فإذا حصدت جعلتها ثلاثا ثلاثة أثلاث تخيلوا الحصاد المحصول كله يقسم ثلاثة قال فآكل وعيالي ثلثة ثلث حقي حقي عيالي طول السنة نأكل بنا قال وأتصدق بالثلث يعني أكلنا والصدقة نفس الشيء إحنا والفقير واحد ثلث لي والعيالي وثلث للفقراء والمساكين يعني أنا وعيالي حالنا حال الفقراء نأكلهم مثلهم تخيل من يسويها ثلث الفلوس يتصدق فيها قال والثلث الأخير أرجعه في المزرعة لازم لازم يرجع عشان يزرع منه مرة ثانية حتى تبقى مثل الوقف حتى يبقى الزرع ما شاء الله إذن هذا الرجل ما الذي جعل السحاب يسخر له إلا أنه كان إنسانا يفعل الخيرات ويتصدق بها وما تفعل من خير تجدوه وما تفعل من خير فهو يخلفه والصدقة لا تنقص المال أبدا بل تنمي المال وتباركه يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي ينمي الصدقات ويكثر الصدقات ويبارك الله عز وجل في المال من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها شفوا أثر الصدقات وثمرة إنفاق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أرأيتم إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى الصدقة في سبيل الله وإلى عمل الخيرات كيف صنعت لهذا الإنسان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسبه ما أدرى هذا الرجل أن الملائكة تسخر السحاب من أجله لكن الله عز وجل أطلع ذلك الرجل علشان يوصل الخبر لهذا الإنسان ليثبته على الدين فضل الصدقات عظيم فضل الإنفاق كبير كم من الناس اليوم من تصدق بصدقة فشاف الله مريضة يمكن ما يدري ما يدري أن الله شاف هذا المريض لصدقة تصدق بها قبل سنوات ما يدري لكن هذا هو السبب كم من إنسان تصدق بصدقة فصرف الله عنه مصرعا حادث لولا أنه تصدق لانقلبت السيارة لكن الله نجح صدقات تحفظ الإنسان تنمي ماله تبارك في رزقه وفي أولاده ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره هذا رجل في صحراء لكن يقص النبي علينا قصته ليش عشان يحثنا على الصدقات على الخيرات نحن ما طلب مننا وأوجب علينا نتصدق بثلث مالنا يعني لو الإنسان عنده ألف دينار ألف دينار في حسابه الآن من مننا يطلع ثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار صدقه وثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار لعياله وثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار يشتغل فيها مرة ثانية من مننا يفعله هذا الواحد لو عنده ألف دينار يطلع عشرين ثلاثين دينار زين نعمة لو إمية دينار من الألف هذا كريم حتى الأولاد وحتى الأهل لما قال الرجل وثلث لأهلي وأولادي فهذه صدق أيضا إذن هذا الرجل متصدق بالثلثين ثلث على الفقير وثلث على أولاده وأفضل الصدق على الأهل والأولاد إذن هذه كلها صدق أصلا طيب الثلث اللي رجعه هذا ليبقي الصدقة تستمر إذن كأن هذا الرجل كل ماله لله عز وجل ما جعل شيئا لأجل الدنيا كل أمواله لله فأكرمه الله عز وجل هذا دليل على أن هناك كرامات يكرم الله فيها عباده الصالحين وإن لم يكونوا أنبياء كرامات الله يكرمهم بها ومن الكرامات ذلك الرجل الذي سخر الله عز وجل له السحاب قصة أخرى رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في زمن من الأزمان ولا يهمنا هذا الزمن ولا من حصلت لهم هذه القصة هذه القصة لرجل خير صالح أراد أن يشتري عقاراً رجل في خير أراد أن يشتري بيت اشتري عقار اشتري أرض فذهب إلى رجل عند أرض ومزرعة فاشتراها منه ومرة الأيام يحرث هذا الرجل الصالح في هذه المزرعة يحفر يحرث يبني يهدم يجدد في هذه المزرعة يبني له بيتاً فيها وهو يحفر في هذه المزرعة ويحرث فيها إذ وقع الفأس والمعول في صندوق حفر الأرض أخرج الصندوق فإذا هو ممتلئ ذهباً وفضة ومجوهرات وخيرات كنز كنز وجده داخل هذه الأرض التي اشتراها من ذلك الرجل الأمن يدري عنا ما في أحد اشترى الأرض ولما اشتراها اشتراها هو الذي وجد الكنز ولغيرها هو الذي وجد الكنز الأرض له وهو الذي وجد الكنز وفي النهاية لا حد يراه إلا من إلا الله رب العالمين ماذا سيفعل هذا الرجل تخيل لو أنت مكانه اشتريت أرض وجدت داخلها كنز ماذا ستفعل يا عبد الله وربما هذا الكنز يغير حياتك كلها ربما يعيشك ابن عيم طول العمر ماذا ستفعل وماذا ستصنع تتوقع ماذا عمل هذا الرجل هل احتفظ بالكنز لنفسه أم أنه يعلم ألم يعلم بأن الله يرى حتى لو يراه الله عز وجل الأمر فيه شك يمكن يكون حلال عليه أصلا خلي أخذ الكنز ويستمتع بهذا الكنز ويعيش فيه ماذا فعل هذا الرجل ماذا صنع بهذا الكنز وماذا صنع صاحب الأرض الأصلي مع هذا الكنز بل هناك قصة ثالث أيضا سنرويها لكم رواها النبي كلها في هذه الحلقة لكن بإذن الله عز وجل إذا عدنا لكم بعد الفاصل كنوا معنا ولأن الرجل كان صالحا تقيا ورعا يخاف من ربه عز وجل ولا يريد شبهة في أمواله ولا يريد شيئا فيه شك أخذ الكنز وذهب مباشرة إلى صاحب الأرض سلم عليه وعرد السلام فقال له هذا الكنز لك قال ماذا وأي كنز هذا ولماذا لي قال حفرت أرضك فوجدته داخل الأرض قال لا شوف الآن العجيب ليس فقط فعل هذا الرجل العجيب فعله أيضا صاحب الأرض قال لا قال لم لا قال بعتك الأرض وما فيها مستحيل انتهى خلاص الأرض لك وما فيها لك هل رجع الآن صاحب الأرض بالكنز لأنه حلل لخلاص مثل بعض الناس يقول يا فلان حللني يمكن حتى ما يقول لك الكنز هذا الورع اللي فينا قال حللتك خلاص الكنز لك قال لا بل الكنز لك أنت قال لا والله لك قال أنا اشتريت الأرض ولم أشتري ما فيها أنا اشتريت أرض ما شرت الكنز اللي فيها خذ الكنز خلصني منه قال صاحب الأرض بل بعتك الأرض وما فيها هذه نيتي خلاص اشتبي بعد أنا أقول لك الكنز حلال عليك هذا يرمي الكنز على هذا وهذا يرمي الكنز على هذا أي نفوس هذه اختلف الاثنان كل منهم يريد أن يعطي الكنز لصاحبه الأمر جد ما هو لعب ذهب الاثنان إلى من إلى القاضي كل واحد يشتكي على الثاني يا قاضي شوف صاحبي يعطيني الكنز أي أمة هذه أي نفوس هذه أي أمانة أي تقوى أي ورع فجاء القاضي بالاثنين سمع حجة هذا قوية سمع حجة هذا قوية خذ الكنز لا أريد أنت خذ الكنز لا أريد وكان القاضي عادلا حكيما قال لصاحب الأرض ألك أولاد بنات قال نعم عندي بنت واحدة قال للذي باع الأرض أعندك أولاد أو بنات قال نعم عندي ولد واحد فقال القاضي ما رأيكما أن تزوج البنت للولد وتنفق وتنفق عليه ما هذا الكنز هذا الكنز يعيشون عليه ويكونون حياتهم منه فقبل الأول بهذه الفكرة وقبل الثاني بهذه الفكرة فزوج البنت لهذا الولد وعاش حياة مباركة بهذا الكنز والنبي يروي القصة يبين لنا أن هناك أمة من الأمم وهناك أناس في قلوبهم خوف من الله ما يرضى بفلس بدينار حرام عند الحرام حرام حلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يأتونها أبدا نفوس زكت قلوب طهرت ولهذا خاف كل منهم أن يأخذ شيئا من المال قصة ثالثة قصة رجل أيضا في زمن من الأزمان الله أعلم بهذا الزمن الله أعلم بهذا التاريخ ولا يهمنا رجل أراد أن يستلف من أخيه مبلغا من المال وهذه القصة حصلت في بني إسرائيل كما جاء في الروايات أراد أن يستلف منه مبلغا من المال فجاء إليه قال تقرضني ألف دينار قال أقرضك لا بأس هذه الألف سلف ليست ربا قرضا حسنا لكن ائتني بالشهود أريد شهودا على هذا وما طلب خطأ من حقه قال ائتني بالشهود قال الله عز وجل شاهد بيني وبينك فرد الرجل قال الله خير الشاهدين خلاص قبلت بهذه الشهادة قال طيب ائتني بكفيل الكفيل اللي تكفل بالمال لو ما أعطيتني إياه يكون عليه الدين قال ليس عندي كفيل كفيلي رب العالمين فقال الرجل كفى بالله كفيلة كفى بالله شهيدة وكفى بالله كفيلة معنا يجوز ونحن أمرنا واستحب لنا أن نكتب الدين لكن هذا الرجل صالح وذاك الرجل الأمين فقبل كل منهما بالآخر أعطاه الألف دينار إلى أجل مسمى يوم لفلاني ترجع لي المال قال بإذن الله وهذا يعيش في الطرف الآخر من المدينة بينهما بحر بينهما ساحل شاطئ فلما جاء اليوم الموعود يوم أرجع المال وكان المكان عند شاطئ البحر قال أجيك في نفس المكان أنا أسكن من وراء البحر في اليوم الفلاني تاريخ الفلاني آتيك إلى هذا المكان نفسي وأسلمك الألف دينار قال لا بأس والله يشهد عليك فلما جاء ذلك اليوم صاحب الآن اللي خذ المال اللي بيرجع الآن المال اللي صاحبة اللي عايش في الطرف الآخر من البحر جمع الألف دينار يبي يوديها الآن للي واعده لكن انتظر السفن فلم تأتي سفينة واحدة ولا قارب ولا سفينة قدر الله في اليوم الموعود ما جاء شيء يحمل كل يوم تأتي السفن إلا هذا اليوم ماذا سيفعل ماذا سيصنع وهو يعني يخاف الله هذا دين لازم أرجع الآن ويغفر للعبد للإنسان إذا مات شهيدا كل شيء إلا الدين والدين أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ماذا أفعل وماذا أصنع فإذا به يحتار ستغيب الشمس ماذا أفعل هذا يريد أن يوصل الألف دينار والرجل الثاني منتظر ولم تأتي سفينة تنقله تدرون ما سوى أتى بخشبة لن خايف الرجل لكن واثق أن الله لن يخذ له جاء بخشبة نقر الخشبة حفر الخشبة وضع الألف دينار في صرة وأدخلها داخل الخشبة وكتب معها رسالة من جلد كتب فيها أن هذه الأموال من فلان إلى فلان أرجع فيها الدين أستعين فيها بالله عز وجل أتوكل فيها على الله وضع الرسالة في الكيس في الصرة وضع فيها ألف دينار أدخلها داخل الخشبة أغلق الخشبة رمى هذه الخشبة في البحر وكتب الأمر لله سبحانه وتعالى أما الرجل الذي ينتظر ماله في الطرف الآخر ما أتى صاحبي ما عنده دليل ما عنده شهود ما عنده كفيل لكنه كان صالحا أين أموالي لم يأتي بها لم يفعل شيئا لما اقتربت الشمس من الغروب علم أن صاحبه لن يأتي الآن عزم أن يرجع إلى أهله بغير الألف دينار ضعت عليه الألف دينار خلاص وهو يريد أن يرجع رأى خشبة حطت تحملها البحر جاءت إلى شاطئ البحر كان يجمع الحطب علشان أهله يأتيهم بالحطب يشعل فيها النار لأهله يطبخ فيها الطعام من ضمن الخشب والحطب الذي جمعه تلك الخشبة التي حملها البحر من الشاطئ إلى الشاطئ بقدر الله جل وعلا أخذ الخشب ذهب إلى بيته أخذ يكسر الخشب ليشعل النار فإذا به يصل إلى خشبة كسرها فيها صرة ما هذه الصرة فتحها فإذا فيها ألف دينار وجد الورقة داخلها فإذا بالورقة من ذلك الرجل إليه يبرئ ذمته عند الله جل وعلا والذين هم والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم مراعون لأنه كان أمينا لأنه كان صادقا لأنه التزم بعهده ووعده فما خذ له الله جل وعلا وصدقه الله كما صدق الله جل وعلا مو بس شذي الرجل عزم بعدها أن يجمع ألف دينار أخرى قال يمكن الخشب ما وصلت رجل أمين فجمع ألف دينار أخرى وبحث عن سفينة في يوم آخر فوجد سفينة وركب السفينة وأسرع بها إلى الشاطئ الآخر متأخرا على الرجل فجاءه يعتذر منه على تأخيره وأعطاه الألف دينار فقال ره الرجل صاحب المال الأول قال وهل أرسلت ألفا قبلها أنت ما سويت شيء ما أرسلت ألفا قبلها قال نعم أرسلت ألفا في خشبة رميتها في البحر توكلت بها على الله ولا أدري ماذا حصل قال أبشر قد أرسلها الله عز وجل إلي وصلت الخشبة ووصلت الأموال وأعطاك الله عز وجل ما تريد فخذ الألفا إليك فقد وصلت الأمانة إلي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كم من البشر اليوم إذا أخذ مالا من إنسان فإنه لا يرجعه إليه كم من الناس اليوم ليس بأمين على ماله أو على مال غيره كم من البشر اليوم من يجحد حقوق الناس وأموالهم لكن هذا الرجل لأنه كان صادقا صدقه الله جل وعلا ومن صفات أهل الإيمان الذين هم على أماناتهم وعهدهم راعون قصص وعبر نستخلصها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونستشفها من القرآن والسنة خلكم وإياننا في حلقة مقبلة بإذن الله عز وجل ومع قصة من القصص نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة الجن الذين يعيشون على هذه الأرض معنا ما قصتهم وما حقيقتهم الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس بآلاف السنين كما خلق الإنس من طين فقد خلق الجن من نار وكانوا يعيشون على هذه الأرض قبل الإنس بآلاف السنين الله أعلم كم سنة لكنهم كانوا في الأرض يفسدون فيها مع أن الله عز وجل ما خلقهم كما أنه ما خلق الإنس إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن الجن وللأسف أفسدوا في الأرض فلم ينشر فيها إلا الفساد حتى قالت الملائكة لما أراد الله عز وجل أن يخلق الإنس قالت أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء أي ظنت الملائكة أن الإنس سيكونون كالجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء أفسدت الجن في الأرض سنوات وسنوات طويلة فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة تعذبهم كلما أفسدوا كلما أرسلت إليهم الملائكة تعذبهم حتى أبعدتهم الملائكة إلى الجزور أي الجزر أبعدتهم الملائكة إلى جزر يعيشون فيها حبستهم الملائكة في جزر لا يقتربون من الأرض حتى لا يدمر الأرض ومن فيها ومن عليها لأن في الأرض طيور حيوانات كائنات أخرى تعيش هذه الجن لم تدعها تعيش لوحدها فأسفكت الدماء وأفسدت في الأرض فطردتها الملائكة وحبستها في جزر كان من الجن جني يعبد الله عز وجل لم يكن كغيره من الجن كانت له مكانة وكان لم يفسد كما فسد أقرانه من الجن وهذا الجني اسمه إبليس لكرامته ولعبادته لله ولتقواه ولحسن عبادته رفعه الله عز وجل وجعله في السماء مع الملائكة لأنه كان عابدا كان صالحا إبليس هذا في بداية الأمر فعاش في الملأ الأعلى مع ملائكة السماء الله أكرمه وظل زمنا طويلا في السماء الجن في الأرض أما إبليس فهو في السماء حتى جاء اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم خلقه بيده من تراب الأرض أمر أحد الملائكة لعله جبريل أن يأخذ قبضة من تراب الأرض فأخذ هذه التربة وصنع وخلق منها بيده جل وعلا آدم عليه السلام فلما تشكلت جثته أو جسم آدم لم ينفخ فيه الروح جاء إبليس الذي يعيش مع الملائكة في السماء جاء عند هذا المخلوق الجديد فحسده واغتاظ منه لأنه مكرم معزز خاف أن يأتي مخلوق فيأخذ مكانه شوفوا الحسد شوفوا خبث النفس رجع إبليس إلى طبيعة الجن مرة أخرى مع أن الله أكرمه مع أن الله عز وجل رفعه لكن ما نفع فيه فإذا بإبليس يحوم حوله هذا المخلوق الجديد يدخل في منخره في جوفه ويخرج منه يدخل في داخل هذا الجسد ويخرج منه مرة أخرى ويقول إنك أجوف ولئن سلت عليك لأهلكنك وكان يقول للملائكة لا عليكم من لئن تسلت عليه لأهلكنه الملائكة لا تعصي الله عز وجل ولا تفكر بسوء لكن إبليس بدأ يرجع لطبيعته الخبيثة مرة أخرى حتى خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح وعطس آدم وعلمه الله عز وجل من العلم وأمر الملائكة أن تسجد له تسجد لمن؟ لآدم أمر الله الملائكة وكان بينهم إبليس كان يتعبد الله كالملائكة في السماء لكن النفس فيها خبث لا زالت يتعبد الله مع الملائكة الله كافأ على صنيعه لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا سجد الملائكة وظل إبليس قائماً فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الله عز وجل للملائكة سجدوا فسجد الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين قال الله عز وجل لإبليس لما لم تسجد؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير من هذا المخلوق أنا من نار وهذا من طين أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه كيف أسجد له كيف يكرم وأنا أسجد لهذا ما أسجد الله يأمره وهو يرد أمر الله عز وجل ومن اعترض على الله عز وجل كاعتراض إبليس كفر هذا استكبار هذا رد الأمر استكباراً وعلواً ولهذا يسمى الكفر كفر إبليس ومعارضة إبليس ورد أمر إبليس كان استكباراً إلا إبليس أبا واستكبر إلا إبليس كان من الجن الله يقول في القرآن ففسق عن أمر ربه لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة لما اعترض على السجود لآدم طلب إبليس من ربه طلباً قال يا رب ربي لعنتني طردتني أخرني وأنظرني إلى يوم يبعثون ما أريد شيئاً أريد فقط أن تمهلني إلى يوم القيامة ألا أموت والجن يعمرون أكثر من الإنس مع هذا يموتون لكن إبليس طلباً من ربي أن يقيه إلى يوم القيامة لما؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني أعوذ بالله شوف الأسلوب الخبيث إبليس يقول لربه بما أغويتني هل الله أغواك؟ أنت الذي استكبرت أنت الذي عانت لكن إبليس عليه لعنة الله قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سوف أفعل كل شيء لأضلهم عن سبيلك طرده الله من جنته من رحمته أسكن آدم عليه السلام في تلك الجنة في تلك الرحمة وخلق من ضلع آدم حواء زوجته وعاش آدم وحواء أجمل حياة في الجنة الآن إبليس مطرود والملائكة تمنعه عن دخول الجنة التي طرد منها طيب ماذا يفعل؟ كان هناك حيوان يدخل ويخرج من الجنة هذا في الملأ الأعلى الله أعلم كيف كان ما هذا الحيوان؟ إنه الثعبان الحية كانت تدخل إلى الجنة وتخرج منها يروى في الأخبار أن إبليس طلب من الحية أن يدخل إلى جوفها فتدخل إلى الجنة ويدخل معها وفعلا فعلت الحية ما أراد وأدخلت إبليس إلى الجنة مرة أخرى والله يعلم لكن الله عز وجل أراد أن يختبر آدم اختبر زوجته ويختبر البشر كل هذا مقدر والله عز وجل يعلمه دخل إبليس إلى الجنة وظل فيها السنين يوسوس لمن؟ يوسوس لآدم إلا يخرج من الجنة مثل ما أخرج منها اللي يتبع الآن الشيطان ويستجيب لشيطانه وإبليس انظروا للعداوة الأولى لو لا إبليس ولولا شياطينه لكنا الآن في الجنة دخل إلى الجنة وأخذ وسوس وسوس لهم الشيطان أخذ يقول لآدم يا آدم ماذا منعك الله من الجنة؟ منع شجرة قال لآدم وحواء لا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذه الشجرة ممنوعة كل أشجار الجنة حلال كل ثمار الجنة حلال كل أنهار الجنة حلال إلا هذه الشجرة فقال لهما إبليس أتعلماني لما منعكما الله من هذه الشجرة؟ قال آدم لا نعلم قال ما منعكما ربكما وما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين لأنك لو أكلت من الشجرة يا آدم صرت ملك ليس بس شديد ستصبح خالد في هذه الجنة قال وإذن؟ قال كل كل حتى تصير ملكا وتخلد في هذه الجنة ما رضي آدم ولا زال وراءه سنوات وسنوات يقولون بدأت حوات استجيب له أكثر من آدم هي استجابت قبل آدم عليه السلام وسوس لهم الشيطان ما صدقه آدم حتى جاء اليوم الذي أقسم له بالله العظيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لما أقسم بالله ظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا مستحيل واحد يقسم بالله وهو كاذب فاستجاب آدم عليه السلام وحوى وذهبا وأكل من تلك الشجرة لما أكل بدت السوآت وطفقا يخصفان يغطون العورات في تلك الجنة وإبليس فرحان مما فعل وندم آدم لكن الله عز وجل أخرج آدم وحوى من الجنة وأنزلهما إلى الأرض ومعهما إبليس الثلاثة نزلوا إلى الأرض قل نهبطوا منها جميعا ثلاثة نزلوا إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى فإما يتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا ضل ولا إشقى بدأت العداوة بين الجن هذه قصة الجن في الأزل وبدأت العداوة على عداوة الجن والشياطين للإنس على وجه الأرض ماذا حصل وماذا حدث وماذا فعل إبليس الله عز وجل أعطاه مهنة إلى يوم القيامة يعيش وله ذرية وجند كل ذريته لحرب آدم وذريته لحرب الإنس لصدهم عن سبيل الله عز وجل ماذا يفعل الشيطان وأين مكانه الآن إبليس وين مكانه وما حقيقة الصراع بين الجن وبين الإنس وهرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنا وهرأ الشياطين وهل هناك حوادث بينه وبين الجن وهل كل الجن شياطين لإبليس وخدم لإبليس أم أن هناك جزء من الجن لا علاقة لهم بإبليس هذا ما سوف نعرفه لكن كونوا معنا بعد الفاصل قرآننا يروي الفضاء لقصة من وحيها عبر حوت معنا السماء بلعنا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيه قصة الجن الذين يعيشون على هذه الأرض معنا ما قصتهم وما حقيقتهم الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس بآلاف السنين كما خلق الإنس من طين فقد خلق الجن من نار وكانوا يعيشون على هذه الأرض وكانوا يعيشون على هذه الأرض حتى قالت الملائكة لما أراد الله عز وجل أن يخلق الإنس قالت أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء أي ظنت الملائكة أن الإنس سيكونون كالجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء أفسدت الجن في الأرض سنوات وسنوات طويلة فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة تعذبهم كلما أفسدوا كلما أرسلت إليهم الملائكة تعذبهم حتى أبعدتهم الملائكة إلى الجزور أي الجزر أبعدتهم الملائكة إلى جزر يعيشون فيها حبستهم الملائكة في جزر لا يقتربون من الأرض حتى لا يدمر الأرض ومن فيها ومن عليها لأن في الأرض طيور حيوانات كائنات أخرى تعيش هذه الجن لم تدعها تعيش لوحدها فأسفكت الدماء وأفسدت في الأرض فطردتها الملائكة وحبستها في جزر كان من الجن جني يعبد الله عز وجل لم يكن كغيره من الجن كانت له مكانة وكان لم يفسد كما فسد أقرانه من الجن وهذا الجني اسمه إبليس لكرامته ولعبادته لله ولتقواه ولحسن عبادته رفعه الله عز وجل وجعله في السماء مع الملائكة لأنه كان عابدا كان صالحا إبليس هذا في بداية الأمر فعاش في الملأ الأعلى مع ملائكة السماء الله أكرمه وظل زمنا طويلا في السماء الجن في الأرض أما إبليس فهو في السماء حتى جاء اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم خلقه بيده من تراب الأرض أمر أحد الملائكة لعله جبريل أن يأخذ قبضة من تراب الأرض فأخذ هذه التربة وخلق منها بيده جل وعلا آدم عليه السلام فلما تشكلت جثته أو جسم آدم لم ينفخ فيه الروح جاء إبليس الذي يعيش مع الملائكة في السماء جاء عند هذا المخلوق الجديد فحسده واغتاظ منه لأنه مكرم معزز خاف أن يأتي مخلوق فيأخذ مكانه شوفوا الحسد شوفوا خبث النفس رجع إبليس إلى طبيعة الجن مرة أخرى مع أن الله أكرمه مع أن الله عز وجل رفعه لكن ما نفع فيه فإذا بإبليس يحوم حوله هذا المخلوق الجديد يدخل في منخره في جوفه ويخرج منه يدخل في داخل هذا الجسد ويخرج منه مرة أخرى ويقول إنك أجوف ولئن سلت عليك لأهلكنك وكان يقول للملائكة لا عليكم من لئن تسلت عليه لأهلكنه الملائكة لا تعصر الله عز وجل ولا تفكر بسوء لكن إبليس بدأ يرجع لطبيعته الخبيثة مرة أخرى حتى خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح وعطس آدم وعلمه الله عز وجل من العلم وأمر الملائكة أن تسجد له تسجد لمن؟ لآدم أمر الله الملائكة وكان بينهم إبليس كان يتعبد الله كالملائكة في السماء لكن النفس فيها خبث لا زالت يتعبد الله مع الملائكة الله كافأ على صنيعه لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا سجد الملائكة وظل إبليس قائماً فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا من نار وخلقته من طين أنا خير من هذا المخلوق أنا من نار وهذا من طين أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه كيف أسجد له؟ كيف يكرم؟ وأنا أسجد لهذا؟ ما أسجد الله يأمره وهو يرد أمر الله عز وجل ومن اعترض على الله عز وجل كاعتراض إبليس كفر هذا استكبار هذا رد الأمر استكباراً وعلواً ولهذا يسمى الكفر كفر إبليس ومعارضة إبليس ورد أمر إبليس كان استكباراً إلا إبليس أبى واستكبر إلا إبليس كان من الجن الله يقول في القرآن ففسق عن أمر ربه لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة لما اعترض على السجود لآدم طلب إبليس من ربه طلبا قال يا رب ربي لعنتني طرتني أخرني وأنظرني إلى يوم يبعثون ما أريد شيئا أريد فقط أن تمهلني إلى يوم القيامة ألا أموت والجن يعمرون أكثر من الإنس مع هذا يموتون لكن إبليس طلبا من ربي أن يقيه إلى يوم القيامة لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني أعود بالله شوف الأسلوب الخبيث إبليس يقول لربه بما أغويتني هل الله أغواك أنت الذي استكبرت أنت الذي عانت لكن إبليس عليه لعنة الله قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سوف أفعل كل شيء لأضلهم عن سبيلك طرده الله من جنته من رحمته أسكن آدم عليه السلام في تلك الجنة في تلك الرحمة وخلق من ضلع آدم حواء زوجته وعاش آدم وحواء أجمل حياة في الجنة الآن إبليس مطرود والملائكة تمنعه عن دخول الجنة التي طرد منها طيب ماذا يفعل كان هناك حيوان يدخل ويخرج من الجنة هذا في الملائك الأعلى الله أعلم كيف كان ما هذا الحيوان إنه الثعبان الحية كانت تدخل إلى الجنة وتخرج منها يروى في الأخبار أن إبليس طلب من الحية أن يدخل إلى جوفها فتدخل إلى الجنة ويدخل معها وفعلا فعلت الحية ما أراد وأدخل وأدخلت إبليس إلى الجنة مرة أخرى والله يعلم لكن الله عز وجل أراد أن يختبر آدم اختبر زوجته ويختبر البشر كل هذا مقدر والله عز وجل يعلمه دخل إبليس إلى الجنة وظل فيها السنين يوسوس لمن يوسوس لآدم إلا يخرج من الجنة مثل ما أخرج منها اللي يتبع الآن الشيطان ويستجيب لشيطانه وإبليس انظروا للعداوة الأولى لو لا إبليس ولولا شياطينه لكنا الآن في الجنة دخل إلى الجنة وأخذ يوسوس وأسوس لهم الشيطان أخذ يقول لآدم يا آدم ماذا منعك الله من الجنة منع شجرة قال لآدم وحواء لا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذه الشجرة ممنوعة كل أشجار الجنة حلال كل ثمار الجنة حلال كل أنهار الجنة حلال إلا هذه الشجرة فقال لهما إبليس أتعلماني لما منعكما الله من هذه الشجرة قال آدم لا نعلم قال ما منعكما ربكما ومنهاكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين لأنك لو أكلت من الشجرة يا آدم صرت ملك ليس بس جدي ستصبح خالد في هذه الجنة قال وإذن قال كل كل حتى تصير ملكا وتخلد في هذه الجنة ما رضي آدم ولا زال وراءه سنوات وسنوات يقولون بدأت حواء تستجيب له أكثر من آدم هي استجابت قبل آدم عليه السلام وسوس لهم الشيطان ما صدقه آدم حتى جاء اليوم الذي أقسم له بالله العظيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لما أقسم بالله ظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا مستحيل واحد يقسم بالله وهو كاذب فاستجاب آدم عليه السلام وحوا وذهب وأكل من تلك الشجرة لما أكل بدت السوآت وطفق يخصفان يغطون العورات في تلك الجنة وإبليس فرحان مما فعل وندم آدم لكن الله عز وجل أخرج آدم وحواء من الجنة وأنزلهما إلى الأرض ومعهما إبليس الثلاثة نزلوا إلى الأرض قل نهبطوا منها جميعا ثلاثة نزلوا إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا ظل ولا إشقى بدأت العداوة بين الجن هذه قصة الجن في الأزل وبدأت العداوة على عداوة الجن والشياطين للإنس على وجه الأرض ماذا حصل؟ وماذا حدث؟ وماذا فعل إبليس؟ الله عز وجل أعطاه مهنة إلى يوم القيامة يعيش وله ذرية وجند كل ذريته لحرب آدم وذريته لحرب الإنس لصدهم عن سبيل الله عز وجل ماذا يفعل الشيطان؟ وأين مكانه الآن؟ إبليس وين مكانه؟ وما حقيقة الصراع بين الجن وبين الإنس؟ وهرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جناً وهرأ الشياطين؟ وهل هناك حوادث بينه وبين الجن؟ وهل كل الجن شياطين لإبليس وخدم لإبليس؟ أم أن هناك جزء من الجن لا علاقة لهم بإبليس؟ هذا ما سوف نعرفه لكن كونوا معنا بعد الفاصل بدأت العداوة في الأرض الأرض ليس فيها إلا آدم وحواء يقال أنهما نزل في أرضين متباعدين والتقي في عرفات والعلم عند الله عز وجل المهم نزل إلى الأرض ولم تكن لهما ذرية إلا في الأرض بدأت الذرية في الأرض تكثر وكانوا كلهم على التوحيد وبدأ الشيطان إبليس جعل له عرش على ماء في الأرض الله أعلم مين هذه الماء أي بحر أي محيط فيه عرش إبليس وله أتباع وجنود وذريته كلها سخرها في إغواء بني آدم والشياطين الموجودين من قبل نفس الشيء كلهم صاروا خدم لإبليس الذي صار زعيماً لأنه المعمر هو الذي ظل آلاف السنين على وجه الأرض كل الشياطين تموت الجن تموت لكن إبليس ما يموت إلا يوم القيامة كما أذن الله له فصار أكبرهم وصار سيدهم وصار الذريت كلها خدم له وبدأ يغوي بني آدم بدأ بالذنوب والمعاصر شيئاً فشيئاً أول جريمة قتل قدر على بني آدم قابل لما قتل هابل بإغواء من؟ إبليس وشياطينه وذرية إبليس هذه أول جريمة قتل على وجه الأرض بدأت الذنوب والمعاصي تنتشر في الأرض شيئاً فشيئاً لكن ما قدره أن يوقعهم بالشرك بعد مئات السنين من آدم عليه السلام إلى أن جاء قوم نوح أول شرك وقع على وجه الأرض كيف قدر إبليس عليهم؟ إبليس جاءهم وكان هناك في قوم نوح أناس صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى هؤلاء كلها أناس صالحون أسماء أناس صالحين جاء إبليس وجاءت الشياطين إلى قوم نوح فقالوا لهم لما مات هؤلاء الصالحون قالوا ما رأيكم لو تجعلوا لهم تماثيل وصور لهذه الناس الصالحة الميتة اجعلوا لهم صوراً وتماثيل لأنكم إذا رأيتم تماثيلهم وصورهم تذكرتم نصائحهم ذكروكم بالله جل وعلا فتذكرتم الله يعني مو عشان تعبدونهم لا عظموا قبورهم عظموا صورهم عظموا تماثيلهم ليس لهم لكن تعظماً لله لأنهم يذكرونكم بالله وكانوا أناساً صالحين صنعوا عظموا قبورهم جعلوا عليها إشكال جعلوا لهم تماثيل وصور علشان يذكرونهم بالله راح جيل بعد جيل والإيمان يضعف والدين يقل والشياطين تلح عليهم طيب لا تعبدونها لكن اجعلوا هذه الأصنام وهذه الآلهة وهذه القبور واسطة بينكم وبين رب العالمين شياطين تنتظر سنوات ويمكن مئات السنين علشان شيء واحد بس حتى مر جيل بعد جيل فجاء قوم أخذوا يعبدون هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأوثان أخذوا يعبدونها من دون الله عز وجل وبدأ أول شرك على وجه الأرض فأرسل الله لهم نوح عليه السلام استمرت الشياطين في الأرض إبليس جالس على عرش وله خدم والخدم ش سوون يروحون أتبع إبليس يذهبون في الأرض يضلون الناس فيأتيه الشيطان فيقول له إبليس ماذا صنعت يقول لازلت به حتى زنى ولا شيء الآخر لازلت به حتى سرق ولا شيء لازلت به حتى شرب الخمر ما سوت شيء فيأتيه شيطان فيقول لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته يقول أنت أنت تعال تعال يقربه يعلم الشيطان التفريق بين المرء وزوجه من أعظم أهداف يدمر فيها المجتمعات الشيطان على العرش على البحر إبليس ويرسل جنوده قرنا بعد آخر حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والرسل هنا إبليس بنفسه اغتاض اغتاض من هذا النبي اغتاض من كل الأنبياء لكن هذا النبي اغتاض أشد الغيض له حتى كان يتدخل بنفسه ما يرسل له الشياطين كان بنفسه يذهب إليه يحاول أن يقضي على محمد يحاول أن يصد الناس عن دعوته بنفسه حتى يوم من الأيام لما علم أن كبار قريش تريد أن تكيد بمحمد صلى الله عليه وسلم بنفسه راح تمثل شيخا من نجد نجدي ودخل على داري الندوى عندهم عند أبي جهل وأخذ يعطيهم رأيه فلما قال أحدهم نقتله قال نعم الرأي رأيه أي يده وجعل الناس يقتلعون بقتل محمد صلى الله عليه وسلم إبليس إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الله يقول حق البشر تتخذون إبليس وجماعته وذريته أولياء تتركون رب العالمين وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بدأت العداوة إبليس يؤجد قريش شياطين تؤجد قريش على رسول الله فعادوا رسول الله آذوا رسول الله حتى خرج إلى المدينة فحرض قريشا على قتاله من الذي حرب؟ إبليس بنفسه وجاء إليهم بصورة سراق بن مالك إبليس معركت مع رسول الله هذه أشد معركة يعرف أنه لو انتصر قضى على الدين في الأرض لكن لو لم ينتصر كل اللي سواه من سنوات طويلة ينتهي حرض قريش على شكل إنسان جاهم شكل سراق بن مالك وقال لهم إني جار لكم أنا عندي أقوام وياكم راح يقاتلون وروحوا قاتلوا ومعلكم منا وراح نقاتل معاكم وراح نفعل ونفعل فلما وصل إلى المعركة وراء الملائكة تتنزل هرب قال لولي يا سراق ورايح قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب هرب وولى من المعركة حتى وصل إلى البحر شوف وين وصل رجع إلى عرشه هذا المخلوق من خبثه ومن شره كان يدل المشركين على رسول الله ويحرض المشركين على رسول الله حاول أرسل جنوده أرسل جيشه على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله لكن الإيمان الذي ازداد كان يطرد الشياطين حتى أن عمر الذي أسلم والذي كان بإسلامه عز لهذه الأمة ما سلك فجا إلا وهربت الشياطين إلا سلك الشيطان فجا غيره أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كان يطردون الشياطين أما أتباع إبليس فإنهم كانوا يفرون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المعركة حامية ليست المعركة فقط بين أبي جهل ورسول الله بين أبي له وبين رسول الله المعركة الأعظم بين إبليس وبين الأنبياء والرسل إبليس لا زال يرسل جنوده وجيشه حتى حصلت بعض الحوادث يوم من الأيام يقول أبو هريرة كانت الصدقة أمنني رسول الله على الصدقة على مال الصدقة تمر وغيره كان حاط في بيته وهو الأمين عليه يقول وفي الليل سمعت صوتا بالليل سمعت صوت يقول فإذا برجل يسرق من الصدقة رجل كبير شايد يقول فذهبت ومسكته قلت لأذهبن بك إلى رسول الله قال لا تفعل فوالله إني رجل كبير وعندي عيال ولا أملك شيئا من الطعام تركني يعني أنا بحاجة لهذه الصدقة فقال أبو هريرة فتركته وكان حارس أمين أبو هريرة يقول في الليلة الثانية جاءني فمسكته قلت أنت الذي كذبت علي البارحة وأعاهدتني قال والله أنا رجل كبير شيخ عليل وعندي أولاد اتركني يا أبو هريرة يقول فتركته فاليوم الثالث مسكته قلت الآن أذهبن بك إلى رسول الله خلاص هذه مرة الثالثة ما في عهد ووعد بيني وبينك قال أعلمك شيء وتتركني قال قل قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني آية الكرسي فإن قرأتها فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح غريبا نصيحة أبو هريرة هو وعاء السنة يعرف الأحاديث ورجل يقول له هذه النصيحة من هذا الرجل الذي يعلم أبو هريرة تركه أبو هريرة في الصباح ذهب أبو هريرة إلى رسول الله وجلس عنده قال يا رسول الله رجل ثلاث أيام وجاءني وفعل كذا وكذا وكان أبو هريرة في كل يوم يعلم الرسول ورسول يقول له راح يرجع وراح يرجع وراح يرجع كل يوم كان يقول له من الله صلى الله عليه وسلم لكن في اليوم الثالث قال حق الرسول شيروا النصيحة اللي علمها إياها ماذا قال النبي قال أتعرف من صاحبك يا أبو هريرة تدري منه هذا الرجل قال لا اشتراني قال إنه الشيطان هذا الشيطان من الشياطين جايك صدقك وهو كذوب الشياطين تكذب دائما لكن في هذه الكلمة صدقك يعني لو قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح نعم لأن الشياطين تعلم أن الله يحفظ ابن آدم بهذه الآية الجن والشياطين جاءت إلى رسول الله الجن الله عز وجل بعد أن ذهب النبي إلى الطائف ورده أهل الطائف ورجع إلى مكة في الطريق التقى بالجن من نصيبين وفت من الجن جاءوا إلى رسول الله فاستمعوا القرآن وكانوا أهل إيمان وتقوى كانوا على دين موسى عليه السلام فلما سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإصرفنا إليك نفرا من الجن نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين آمنوا بالله جل وعلا وكفروا بكل معبودات غير الله جل وعلا الجن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصرت بعض المواقف بل كان يصلي يوم من الأيام مسك النبي شيئا الصحابة عجبوا ما يشوفوا شيء قال هذا شيطان عرض لي في الصلاة فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقول حتى أحسسته بلعابه ببرد لعابه على يده قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به الصبيان لأن شنو دعوة سليمان اجعل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ظل الجن والشياطين منهم المؤمن ومنهم الكافر خلق كخلق الإنس لكنهم فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون فيهم الصالحون فيهم دون ذلك ظلوا على وجه الأرض شياطينهم تصرف الناس عن عبادة الله جل وعلا حتى يرث الله الأرض ومن عليها نتعجب صح ولا لأ من قصة الجن والشياطين ونتعجب اليوم لما نشوف أناس من البشر كرمهم الله يقولوا الحنى عبدت الشيطان عجيب أمرهم لكن من اتبع الشيطان سيحشر معه في جهنم يوم يخطب فيهم إبليس فيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي هذه قصة الجن والشياطين باختصار التي ذكرت في القرآن والسنة نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة استبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون زاداً لنا حتى نلقى الله عز وجل معنا اليوم قصة من القصص التي رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صيح مسلم روا هذه القصة النبي على أصحابه ليثبتهم على دينهم بها أحياناً مثل هذه القصص تثبت الإنسان على دينه وعلى طاعة ربه بل أحياناً تعلمنا فوائد كثيرة خصوصاً قصة اليوم فيها من العبر ومن الفوائد الشيء الكثير مهما ذكرنا فإن الوقت لن يتسع على استخلاص كل فوائدها فقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم يقول قصة لكن تستخرج منها فوائد وأحكام واستنباطات وربما أحكام شرعية يقول كان في من كان قبلكم ملك عنده ساحر ملك يخدع الناس بهذا الساحر كما كان فرعون يفعل كان يقول أنا ربكم الأعلى وكان عنده سحرة يوهمون الناس بأن له قدرات وليس فعلهم إلا سحر وشياطين وهذا الملك الذي يخدع الناس نفس الشيء كان يقول أنا ربكم وكان عنده ساحر يفعل له بعض الأعمال فيظن الناس أنه صحيح هذا ربنا والعياذ بالله جهل من الناس وجهل من هذا الساحر وهذا الملك وغيره فلما كبر هذا الساحر علم أنه سيموت قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه فأرسل الملك له غلاما طبعا نحن نتصور أن الملك ما جاب أي غلام أكيد اختار غلام من بين الغلمان أكيد أن في نباها فيه ذكاء فيه عقل فيه فطنة غلام سبق أقرانه ولهذا أرسله الملك إلى الساحر يتعلم السحر وش معنى الغلام لأن هذا الغلام سيكون في المستقبل شابا ثم يكون رجلا وكهلا يعني له مستقبل وراءه الاهتمام بالطفل أهم ما في إصلاح أي مجتمع نبي نصلح مجتمع لازم نهتم بالغلمان نبي نؤسس فكرة أو ننشر فكرة في الأمم لازم نهتم بالغلمان بالصغار ولهذا كان النبي صلى الله عليه عليه وسلم يهتم بالصغار كعلي بن أبي طالم أول من أسلم من الصبيان اهتم به النبي فصار سيدا من سادات هذه الأمة علي بن أبي طالم اهتم في ابن عباس وهو صغير اهتم به النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فصار ترجمان القرآن وحبرها وحبر هذه الأمة الملك بحث عن غلام فوجد غلاما نبيها عاقلا ذكيا فجاء به وطلب من الغلام أن يتعلم السحر من هذا الساحر والسحر علم نعم علم لكنه كفر بالله جل وعلا ما يتعلمه الإنسان إلا ويكفر بالله لازم لأن الشياطين ما تستجيب للساحر إلا بعد أن يتقرب إليها يعبدها من دون الله يكفر بالله بعض السحر والعياذ بالله الآن يهينون القرآن يتبولون عن القرآن جل الله المصحف يسبون الأنبياء يفعلون أفعال كفر قبيحة بعدها يصبحون سحره فذهب الغلام إلى الساحر يتعلم السحر ليكون خليفة لهذا الساحر وإلا ملك الملك يضيع كذب على الناس أنا ربكم يروح خلاص إذا مات الساحر ماكو شيء الناس تعرف كذبة فبدأ الغلام يتعلم وفي طريقه كل يوم يطلع من أهله يروح حق الساحر يتعلم في الطريق كان يرى رجلا غريب المنظر غريب الكلام رجل كان يرى رجلا في صومعته في بيته ما يخرج مع الناس ما يختلط بالناس عنده كلام غريب وعنده حركات غريبة فدخل الغلام الذكي الفطن واستأذن من هذا الرجل فجلس قال من أنت؟ قال أنا راهب وماذا يعني راهب؟ أخبره بالخبر أنا راهب أتعبد والله قال يعني الملك؟ تتعبد الملك؟ قال لا أتعبد رب الملك وربي وربك قال من تقصد؟ أخذ الغلام الذكي النبيه يستمع إلى كلام الراهب فأعجبه استعمس هذا كلام جميل ولأن الغلام كان ذكيا أذكى من رجال ذلك الزمن بدأ يرتاح لكلام الراهب يجلس شوي معه بعدين يروح حجل الساحر ويبدأ الساحر يسأله لماذا تأخرت؟ تأخرت فيبدأ الساحر يضربه قاسي لأنه ما في رحمة ما في دين ما في إيمان رجل خبيث مع الشياطين فيضرب الغلام ضربا فإذا رجع الغلام من الساحر مجبور روح حق الساحر يرجع إلى الراهب فيجلس عنده فيهدأ قليلا ويرتاح من كلامه أراد الله لهذا الغلام أمرا أرادوا أن يضلوه لكن من يهدي الله فلا مضل له فإذا بالغلام يرجع إلى الراهب فيشتكي عند الراهب ضربني الساحر ويشتكي أن أهله في العودة أيضا يضربونه أهلي يضربوني إذا تأخرت عندك والساحر يضربني إذا تأخرت عندك لأن في الطريق في الروح وفي الرجعة يجلس مع الراهب والراهب يعلمه الدين فقال له الراهب إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي أهلي أخروني وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر تطلع من هذين وتطلع من هذا لعله نوع من الكذب لكن الله عز وجل لعله أباح لهم هذا الأمر في شريعتهم حتى ينجو هذا الغلام ما يتحمل وكان كل يوم في طريقه يجلس عند الراهب شوي في الذهاب وفي العودة يسمع من الساحر ويسمع من الراهب فشتان بين الاثنين نقيضان يتعلم منهما الغلام في يوم من الأيام الغلام في طريقه إلى بيته رأى حيوان عظيما دابة كبيرة جاءت إلى القرية فأفزعت الناس وجلست في وسط الطريق فخاف الناس منها الناس كلها خايفة الناس كلها تراجعت ما حد تجرأ أن يقترب من هذه الدابة ربما ثعبان عظيم ربما سبع ربما شيء دابة عظيمة كل الناس خايفة تقترب منها وقطعت على الناس طريقهم نظر الغلام الصغير إلى هذه الدابة فقال اللهم إن كان الآن أتأكد الراهب صح أو الساحر أنا رح يبين من اللي صح من اللي كلام حقيقة قال الراهب يقول لي في الله والله يستجيب لك إذا دعيته فقال الغلام اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ففرج على الناس هذه الدابة أبعدها عنهم أهلكها اكفي الناس شرها ترى هذا الأمر يعني ما قاله الغلام إلا أن الله عز وجل قذف في قلبه هذا ولأنه وصل إلى مرتبة من الإيمان ومن العلم صح كان مترددا لكن ما لجأ إلى الله إلا لأنه وصل إلى مرتبة من اليقين أخذ الصخر حجر والناس قاعد يطالع الناس يتخوف الدابة مقادرة فاقترب الغلام منها فنظر الناس أيها المجنون ابتعد ماذا تفعل ستهلكك الدابة ستقتلك واقترب الغلام منها ولم يخف ثم أخذ الحجر فرمى هذه الدابة فأزاحها هذا الحجر وماتت مباشرة فإذا بالناس تعجبون كيف فعل هذا الغلام هذا الأمر الغلام ما هم كلام الناس لكنه علم أمرا أن أمر الراهب أحق من أمر الساحر الله أكبر الآن الآن تأكد الغلام أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل ولا يفلح الساحر حيث أتى قال ما جئت به أيها الساحر باطل يقولها في نفسه وما جاء به الراهب الراهب والحق إذن تأكد الغلام من شدة فرحه ذهب إلى الراهب دخل إليه وقص عليه القصة وأخبره بالخبر الآن الراهب تعجب قال متأكد من الذي حصل قال نعم حصل كذا وكذا تدروني شنو قال الراهب المعلم شكال حق التلميذ الأستاذ الشيخ شكال حق تلميذ قال أيها الغلام إنك اليوم خير مني وين الأستاذ اللي يقول حق تلميذ شدي فيه شيخ يقول حق طالب اللي عنده تلميذ أنت ترى أحسن مني قليل صح ولا لا هذا ما يصل إليه إلا إنسان في قلبه نوع من التواضع نوع من الإيمان أخلاق جعلته يتواضع فيقول لتلميذه يا غلام إنك اليوم خير مني وسوف تبتلا كل واحد يأتي بهذا الدين يبتلا فإذا ابتليت فلا تدل علي يعني خلني أنا ترى أنا كبير بالسن أنا أعلم اللي أقدر عليه وأسوي اللي أقدر عليه لكن يا بني يا غلام ستبتلا تخيل غلام صغير ويقول للرجل إنك ستبتلا صعب أليس كذلك الأرقم قالها للنبي ورق بن نوفل قالها للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك قال أول خرجيهم قال ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا عودي الآن الراهب يقول للغلام ستبتلا وأنا أقول لكل إنسان يلتزم ويحتدي بالشرع ويبلغ دين الله ستبتلا لكن يبتلا المر على قدر دينه يختلف البلاء قال فإذا ابتليت يا بني فلا تدل عليه فوافق الغلام على هذا إذا أعانه الله عز وجل أراد أن يكتم أمر الراهب خرج الغلام وأجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات كرامات قد لا تحصل على يد غيره من البشر في ذلك الزمان توقع الغلام أن يبتليه الله عز وجل وتعلم الدين من هذا الراهب وكان مجبورا على الذهاب للساحل لكن كان يعلم أن فعله باطل أجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات فكان يبرئ الأكمه والأبرص الأعمى اللي مولود وهو أعمى يمسح على وجهه ويدعو الله عز وجل فيشفيه الله تعالى والأبرص يمسح على جلده فيشفيه الله عز وجل والمريض يدعو له فيشفيه الله عز وجل سمع بهذا الأمر رجل يجالس الملك جليس للملك نديم للملك صاحب للملك وكان أعمى البصر سمع أن هناك غلام يرجع البصر لصاحبه فناده نادوا هذا الغلام فنادوا هذا الغلام فجاء إليه وكان أعمى قال يا بني سمعت أنك تشفي وترجع البصر لصاحبه فإن فعلت وأرجعت إلي بصري ليس هناك أحد بأجبع لك من الأموال مني يعني ما في أغنى مني أعطيك ما تشاء من أموال وما تشاء من ذهب وفضة ما درى هذا المسكين أن الغلام لا يريد أموالاً هو لا يريد ذهباً ولا يريد فضة غلام لكن الآن همه أن يؤمن الناس بالله رب العالمين ترى شيء غريب صحولنا لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه القصة في الصحاح لنا لتعجبنا قال لك ما تشاء من أموال لكن أرجع علي بصري فقال الغلام أنا لا أشفي ولا أرجع بصراً لأحد قال ماذا تقول قال نعم أنا لا أشفي ولا أرجع بصراً لأحد من الناس قال الناس يقولون قال الأمر غير صحيح قال إذن ما هو الصحيح قال الصحيح أن الله عز وجل هو الشافي أنا أدعوه فيش فيك فإن شئت آمن به وأدعوه فيش فيك قال ومن هو الله فعرف الغلام ذلك الرجل من هو الله الغلام صار أشجع من الراهب الراهب متخفي لكن الغلام فيه قوة إيمان ويقين وحماس لهذا الدين بدأ يبلغ دين الله عز وجل وما هم ما هم أن هذا جليس الملك ولا مجليس الملك فقال له آمنت قال فإذا آمنت به يرجع علي بصري قال أدعوه ويرجع عليك بصرك فآمن جليس الملك بالله تعالى وكفر بالملك فإذا بالغلام يدعو الله عز وجل ويمسح على وجهه فيبصر مرة أخرى جليس الملك أبصر فازداد إيمانه بالله جل وعلا وازداد يقينه بأن دعوة هذا الغلام هي الدعوة الحق لا دعوة غيرها ولا كلام الباطل الذي يقوله الملك فرح الملك فرح الجليس بهذه النعمة نعمة البصر أن يعطي الله الإنسان البصر بعد أن كان أعمى نعمة عظيمة وكان على عهده وعلى وعده فإذا به يؤمن بالله مرت الأيام والملك زار هذا الجليس فلما جلس عنده قال له يا فلان أعتبصر تشوف قال نعم ألم تكن أعمى كنت من رد عليك بصرك قال ربي قال يعني أنا قال لا ربي وربك الله رب العالمين قال ماذا تقول قال نعم ربي وربك الله رب العالمين فمسك الجليس وأدخله القصر وأمر الجنود أن يضربوه صاحبك هذا صاحبك الذي تجالسه هذا خليلك هذا صديق عمرك لكن الكافر ليس له صاحب خبيث حتى صاحبه أدخله القصر وأمر الجنود أن يعذبوه ليرجع عن دينه فلم يرجع فعذب ليخبر عن من علمه هذا فإذا به يبوح بالسر وذكر الغلام واسمه الغلام اللي ذهبنا به عشان يتعلم السحر ويثبت ديننا وملكنا هذا الغلام يفعل فينا هذا ائتونا بالغلام فجيء بالغلام فسأله الملك يا غلام ألك رب غيري؟ قال الغلام نعم أيها الملك ربي وربك الله رب العالمين الله رب العالمين فإذا بالملك يأمر بالغلام ليجلد وليضرب نعم لكنه الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صبر الغلام على العذاب وما تراجع عن دينه قيد أم له لكنه لما عذب أخبر عن الراهب تعذيب تعذيب حين الإنسان ينسى نفسه خلاص فجيء بالراهب اللي هو الأصل اللي هو علم الغلام جليس الملك الغلام الراهب الثلاثة الآن مؤمنين فلا زال الملك يعذب الراهب عذابا ولم يتراجع عن دينه أبدا حتى أمر الملك أن يشق الراهب نصفين وفعلا جئ بالمنشار على رأس هذا الراهب وإذا به يقتل وينشر نصفين أمام من؟ أمام الجليس صاحبة اللي لتو أبصر وأمام من؟ الغلام الصبي الصغير معلمه شيخه أستاذه ينشر بالمنشار أمامه يا الله لما كل هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ كم من إنسان على وجه هذه الأرض قتل في سبيل الله؟ كثيرون أنبياء ذبحوا زكريا عليه السلام نشر بالمنشار نبي الله وهو في الشجرة فتح الشجرة ودخل فيها ونشروه مع الشجرة نصفين حتى ما رفع صوته بالألم يحيى ابنه أيضا النبي قطع رأسه وهو ساجد يصلي قطع رأسه وهو ساجد لله عز وجل أنبياء كثر قتلوا صالحون قتلوا شهداء كثر على وجه الأرض جماجم وجثث ودماء سالت لأجل من؟ لأجل الله عز وجل نعم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله مع الصابرين لم يستكن أحد منهم في سبيل الله عز وجل نعم صبروا تحملوا هل الأمر سهل لما الواحد يضع المشار على رأسه الراهب وهو كبير بالسن والمشار على رأسه ليس مثل مشارنا اليوم يا جماعة مشار الأقدمين يعني تخيل شو صاير ويبدأ يقطعون رأسه يعني مؤيدة لا رأسه الأمر صعب وينشر نصفين والأصعب الغلام اللي قاعد يشوفه والأصعب الجليس الملك اللي توه أبصر وأنا صاحب الملك وشدي يفعل فيني ليش إيش فعلنا حسب الناس وي يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فتنة اختبار الله عز وجل يريد أن يعرف الصادقة من الكاذب نشر الراهب رجع الملك الآن إلى جليسه سأله أيها الجليس ترجع عند دينك أو لا ترجع لتو يتهنى الآن توه الآن متهنى بعينه توه بدأ يشوف الدنيا وملذتها ونعيمها وبعدين عنده فلوس وعنده خيرات عند الدنيا كلها مفتوحة أمامه هل يخسر هذا كله على شان شنو عشان دين جديد نعم لأن هذا الدين يوافق الفطرة ضرب عذد ما تراجع جيء بالمنشار على رأس جليس الملك صاحبك تفعل في هذا نعم نعم الدين يفصل بين الناس فإذا به بالمنشار يفلق رأسه أمام من أمام الغلام الدم يسير الحين ترى الأمر يخرع أمر يخوف أنت لو تشوف الآن نعجة أمامك تذبح أحيانا الواحد فينا يكش لو إنسان إنسان تقطع يقطع رأسه قطع عادي الرجال ما يتحملون كيف بالمنشار وكيف لغلام صغير مسكين ويدري إن مصيرة مثل مصيرهم بعد شوي لما قتل الملك الآن الراهب وقتل الجليس بس بقى هذا الغلام ويتخلص ينتهي كل شيء قال لي الغلام اللي انتشار صيت الآن بالمدينة بس ما يبي يقتله يبي يتراجع لأن هذا الآن مو أي واحد هذا خليفة الساحر هذا إذا ضاع ضاع ملك الملك وهذا الناس كلها سمعت فيه إذا قتلت الآن يصير شهيد عند الناس إيش يسوي الحين قال أترجع قال ما أرجع قال أقتلك قال أقتلني هل صبر هذا الغلام هل تحمل التعذيب هل قتله الملك أو لم يقتله ماذا حصل للغلام من أحداث مع هذا الملك ومع قريته وما الذي جعل الغلام يصبر هذا الصبر أحداث غريبة كرمات حصلت لهذا الغلام أشياء حصلت لمن بعد هذا الغلام أمور غريبة حصلت لهذه القرية آيات نزلت في القرآن تحكي قصة هذه القرية كل هذا سوف نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي جعلناه في قصص وعبر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذكر أهل التاريخ والسير هذه القصص لا نذكرها لأجل التسلية بل لأجل الفائدة معنا اليوم ثلاث قصص رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما روى كل قصة إلا لعبرة من العبر وفائدة من الفوائد وسوف نذكر كل قصة وما فيها من فوائد وما فيها من عبر أما القصة الأولى فيذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل كان يمشي في أرض فلا رجل في زمن من الأزمان من هذا الرجل لا يهمنا في أي زمن أيضا لا يهمنا المهم والعبرة فيما حدث ليس في أي أرض أي فلاة من هذا الرجل في أي زمن هذا كله ليس بمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بما هو مفيد ولهذا أوتي جوامع الكلم كان يمشي في أرض فلا ومر سحاب فوقه فسمع صوتا داخل السحاب تخيل أنك تمشي في صحراء وتسمع صوت داخل السحاب فوق هذا الصوت غريب وصوت في صحراء وأنت تمشي في صحراء سبحان الله الإنسان يخاف إذا سمع هذا الصوت لكنه ماذا سيفعل حتى لو خاف قال سمعت صوتا داخل السحاب يقول اسقي حديقة فلان رجل باسمه اسقي حديقة فلان فزع الرجل الرجل يخاف الآن واحد يقول ومن الذي تكلم الآن وأمر من أن يسقي حديقة فلان وباسمه شوف تخيلوا يعني يقول خالد ولا عبد الله ولا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا اسقي حديقة عبد الله اسقي حديقة فلان باسمه يقول فتحجب الرجل الآن فإذا بالسحاب يتحرك ويتجه باتجاه هذا الإنسان الآن أخذه الفضول لازم يعرف من فلان وهل الأمر حقيقة وهل ما سمعته أنا وهم أو حقيقة ما يدري فأسرع باتجاه السحاب يبي يشوفوا الرائح تجه السحاب إلى مكان ثم أرعدت السماء ثم بدأ المطر ينزل يقول فرأيت الماء يتجمع في وادي في شرج في أودية يتجمع الماء كله في مكان واحد ثم يسير في ذلك المجرى فأخذ الرجل يتبع يتبع الماء والرائح لازم يعرف الصوت هذا حقيقة أو خيال يقول فأسرع فإذا به يرى الماء يصل إلى مزرعة من المزارع مزرعة في الصحراء غناء ثمار جنان في داء في الصحراء نفسها والغيم يتجه إليها وينزل عليها الماء شيء غريب ليس كذلك يقول فإذا بالماء يصل إلى تلك الحديقة والمزرعة وإذا برجل عنده مسحاته يعني يوجه الماء إلى داخل حديقته يمنع من هذا المكان ويسير إلى هذا المكان حتى سق سقط الماء سق الماء الزرع كله يقول فجئت إليه وسلمت عليه من صاحب المزرعة أنا صاحب المزرعة خير قال ما اسمك قال اسمي فلان نفس الاسم الذي سمعه في السماء تأكد الرجل أن الذي سمعه ملك من الملائكة ملك يأمر ملك الجبال أو عفوا ملك السحاب أن يأتي بالماء وبالمطر إلى حديقة فلان في الصحراء اتجه إلى حديقة فلان الآن تأكد الرجل أن الأمر ليس بخيال الأمر حقيقة والملك أمر السحاب أن يسقي تلك الحديقة من بين مزارع الناس وخيرات الناس اختاري هذه المزرعة يقول فقصصت عليه القصة لما سأل لما سألت عن اسمي ليش وما شأنك باسمي فأخبره الخبر وما سمع ثم قال له أسألك بالله أخبرني ولما السحاب يسقي حديقتك من بين الناس فقال الرجل أما وإنك قد سألتني خلاص سألتني راح أجاوبك شيء شفته بعينك الآن ما أقدر أخفيه قال أنا أزرع هذه المزرعة فإذا حصدت جعلتها ثلاثا ثلاثة أثلاث تخيلوا الحصاد المحصول كله يقسم ثلاثة قال فآكلوا وعيالي ثلثة ثلث حقه حق عيالي طول السنة ناكل بنا قال وأتصدق بالثلث يعني أكلنا والصدقة نفس الشيء نحن والفقير واحد ثلث لي والعيالي وثلث للفقراء والمساكين يعني أنا وعيالي حالنا حال الفقراء نأكلهم مثلهم تخيل من يسويها ثلث الفلوس يتصدق فيها قال والثلث الأخير أرجعه في المزرعة لازم لازم يرجع عشان يزرع منا مرة ثانية حتى تبقى مثل الوقف حتى يبقى الزرع ما شاء الله إذن هذا الرجل ما الذي جعل السحاب يسخر له إلا أنه كان إنسانا يفعل الخيرات ويتصدق بها وما تفعل من خير تجدوه وما تفعل من خير فهو يخلفه والصدقة لا تنقص المال أبدا بل تنمي المال وتباركه يمحق الله الرباء ويربي الصدقات أي ينمي الصدقات ويكثر الصدقات ويبارك الله عز وجل في المال من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها شوفوا أثر الصدقات وثمرة إنفاق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أرأيتم إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى الصدقة في سبيل الله وإلى عمل الخيرات كيف صنعت لهذا الإنسان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسبه ما أدرى هذا الرجل أن الملائكة تسخر السحاب من أجله لكن الله عز وجل أطلع ذلك الرجل علشان وصل الخبر لهذا الإنسان ليثبته على الدين فضل الصدقات عظيم فضل الإنفاق كبير كم من الناس اليوم من تصدق بصدقة فشاف الله مريضة يمكن ما يدري ما يدري أن الله شاف هذا المريض لصدقة تصدق بها قبل سنوات ما يدري لكن هذا هو السبب كم من إنسان تصدق بصدقة فصرف الله عنه مصرعا حادث لو لا أنه تصدق لانقلبت السيارة لكن الله نجح صدقات تحفظ الإنسان تنمي ماله تبارك في رزقه وفي أولاده ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره هذا رجل في صحراء لكن يقص النبي علينا قصته ليش عشان يحثن على الصدقات على الخيرات إحنا ما طلب مننا وأوجب علينا نتصدق بثلث مالنا يعني لو الإنسان عند ألف دينار ألف دينار في حسابه الآن من من يطلع ثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار صدقة وثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار لعياله وثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار يشتغل فيها مرة ثانية من من يفعله هذا الواحد لو عندنا ألف دينار يطلع عشرين ثلاثين دينار زين نعمل لو إمية دينار من الألف هذا كريم حتى الأولاد وحتى الأهل لما قال الرجل وثلث لأهل وأولادي فهذه صدقة أيضا إذن هذا الرجل متصدق بالثلثين ثلث على الفقير وثلث على أولاد وأفضل الصدق على الأهل والأولاد إذن هذه كلها صدقة أصلا طيب الثلث اللي رجعه هذا ليبقي الصدقة تستمر إذن كأن هذا الرجل كل ماله لله عز وجل ما جعل شيئا لأجل الدنيا كل أمواله لله فأكرمه الله عز وجل هذا دليل على أن هناك كرامات يكرم الله فيها عباده الصالحين وإن لم يكونوا أنبياء كرامات الله يكرمهم بها ومن الكرامات ذلك الرجل الذي سخر الله عز وجل له السحاب قصة أخرى رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في زمن من الأزمان ولا يهمنا هذا الزمن ولا من حصلت لهم هذه القصة هذه القصة لرجل خير صالح أراد أن يشتري عقارا رجل في خير أراد أن يشتري بيت يشتري عقار يشتري أرض فذهب إلى رجل عند أرض ومزرعة فاشترى هامل ومرت الأيام يحرث هذا الرجل الصالح في هذه المزرعة يحفر يحرث يبني يهدم يجدد في هذه المزرعة يبني له بيتا فيها وهو يحفر في هذه المزرعة ويحرث فيها إذ وقع الفأس والمعول في صندوق حفر الأرض أخرج الصندوق فإذا هو ممتلئ ذهبا وفضة ومجوهرات وخيرات كنز كنز وجده داخل هذه الأرض التي اشتراها من ذلك الرجل الأمن يدري عنا ما في أحد اشترى الأرض ولما اشتراها اشتراها هو الذي وجد الكنز ولا غيرها هو الذي وجد الكنز الأرض له وهو الذي وجد الكنز وفي النهاية لا حدره إلا من إلا الله رب العالمين ماذا سيفعل هذا الرجل تخيل لو أنت مكانه اشتريت أرض وجد داخلها كنز ماذا ستفعل يا عبد الله وربما هذا الكنز يغير حياتك كلها ربما يعيشك ابن عيم طول العمر ماذا ستفعل وماذا ستصنع تتوقع ماذا عمل هذا الرجل هل احتفظ بالكنز لنفسه أم أنه يعلم ألم يعلم بأن الله يرى حتى لو يراه الله عز وجل الأمر فيه شك يمكن يكون حلال عليه أصلا خلي أخذ الكنز ويستمتع بهذا الكنز ويعيش فيه ماذا فعل هذا الرجل ماذا صنع بهذا الكنز وماذا صنع صاحب الأرض الأصلي مع هذا الكنز بل هناك قصة ثالث أيضا سنرويها لكم رواها النبي كلها في هذه الحلقة لكن بإذن الله عز وجل إذا عدنا لكم بعد الفاصل كنوا معنا قصة من وحيها عبر حوت معنا ولأن الرجل كان صالحا تقيا ورعا يخاف من ربه عز وجل ولا يريد شبهة في أمواله ولا يريد شيئا فيه شك أخذ الكنز وذهب مباشرة إلى صاحب الأرض سلم عليه ورد السلام فقال له هذا الكنز لك قال ماذا وأي كنز هذا ولم لي قال حفرت أرضك فوجدته داخل الأرض قال لا شوف الآن العجيب ليس فقط فعل هذا الرجل العجيب فعل أيضا صاحب الأرض قال لا قال لم لا قال بعتك الأرض وما فيها مستحيل انتهى خلاص الأرض لك وما فيها لك هل رجع الآن صاحب الأرض بالكنز لأن حللنا خلاص مثل بعض الناس يقول يا فلان حللني يمكن حتى ما يقول لا الكنز هذا الورع اللي فينا قال حللتك خلاص الكنز لك قال لا بل الكنز لك أنت قال لا والله لك قال أنا اشتريت الأرض ولم اشتري ما فيها أنا اشتريت أرض ما شرت الكنز اللي فيها خذ الكنز خلصني منه قال صاحب الأرض بل بعتك الأرض وما فيها هذه نيتي خلاص اشتبي بعد أنا اقول لك الكنز حلال عليك هذا يرمي الكنز على هذا وهذا يرمي الكنز على هذا أي نفوس هذه اختلف الاثنان كل منهم يريد أن يعطي الكنز لصاحبه الأمر جد ما هو لعب ذهب الاثنان إلى من؟ إلى القاضي كل واحد يشتكي على الثاني يا قاضي شوف صاحبي يبيعطيني الكنز أي أمة هذه أي نفوس هذه أي أمانة أي تقوى أي ورع فجاء القاضي بالاثنين سمع حجة هذا قوية سمع حجة هذا قوية خذ الكنز لا أريد أنت خذ الكنز لا أريد وكان القاضي عادلا حكيما قال لصاحب الأرض ألك أولاد بنات؟ قال نعم عندي بنت واحدة قال للذي باع الأرض أعندك أولاد أو بنات؟ قال نعم عندي ولد واحد فقال القاضي ما رأيكما أن تزوج البنت للولد وتنفق وتنفق عليه ما هذا الكنز هذا الكنز يعيشون عليه ويكونون حياتهم منه فقبل الأول بهذه الفكرة وقبل الثاني بهذه الفكرة فزوج البنت لهذا الولد وعاش حياة مباركة بهذا الكنز والنبي يروي القصة يبين لنا أن هناك أمة من الأمم وهناك أناس في قلوبهم خوف من الله ما يرضى بفلس بدينار حرام عند الحرام حرام حلال بيّم والحرام بيّم وبينهما مشتبهات لا يأتونها أبداً نفوس زكت قلوب طهرت ولهذا خاف كل منهم أن يأخذ شيئاً من المال قصة ثالثة قصة رجل أيضاً في زمن من الأزمان الله أعلم بهذا الزمن الله أعلم بهذا التاريخ ولا يهمنا رجل أراد أن يستلف من أخيه مبلغاً من المال وهذه القصة حصلت في بني إسرائيل كما جاء في الروايات أراد أن يستلف منه مبلغاً من المال فجاء إليه قال تقرضني ألف دينار قال أقرضك لا بأس هذه الألف سلف ليست رباء قرضاً حسناً لكن ايتني بالشهود أريد شهوداً على هذا وما طلب خطأاً من حقه قال ايتني بالشهود قال الله عز وجل شاهد بيني وبينك فرد الرجل قال الله خير الشاهدين خلاص قبلت بهذه الشهادة قال طيب ائتني بكفيل الكفيل اللي تكفل بالمال لو ما أعطيتني إياه يكون عليه الدين قال ليس عندي كفيل كفيل رب العالمين فقال الرجل كفى بالله كفيل كفى بالله شهيداً وكفى بالله كفيلة معنا يجوز ونحن أمرنا واستحب لنا أن نكتب الدين لكن هذا الرجل صالح وذاك الرجل أمين فقبل كل منهما بالآخر أعطاه الألف دينار إلى أجل مسمى يوم لفلان ترجع لي المال قال بإذن الله وهذا يعيش في الطرف الآخر من المدينة بينهما بحر بينهما ساحل شاطئ فلما جاء اليوم الموعود يوم إرجاع المال وكان المكان عند شاطئ البحر قال أجيك في نفس المكان أنا أسكن من وراء البحر في اليوم الفلاني التاريخ الفلاني آتيك إلى هذا المكان نفسي وأسلمك الألف دينار قال لا بأس والله يشهد عليك فلما جاء ذلك اليوم صاحب الآن اللي خذ المال اللي يريد أن يرجع الآن المال لصاحبه اللي عايش في الطرف الآخر من البحر جمع الألف دينار يريد أن يوديها الآن لللي وعده لكن انتظر السفن فلم تأتي سفينة واحدة ولا قارب ولا سفينة قدر الله في اليوم الموعود ما جاء شيء يحمل كل يوم تأتي السفن إلا هذا اليوم ماذا سيفعل ماذا سيصنع وهو نحن يخاف الله هذا دين لازم أرجع الآن ويغفر للعبد للإنسان إذا مات شهيدا كل شيء إلا الدين والدين أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ماذا أفعل وماذا أصنع فإذا به يحتار ستغيب الشمس ماذا أفعل هذا يريد أن يوصل الألف دينار والرجل الثاني منتظر ولم تأتي سفينة تنقله تدرون ما سوى أتى بخشبة لن خايف الرجل لكن نواثق أن الله لن يخذله جاء بخشبة نقر الخشبة حفر الخشبة وضع الألف دينار في صرة وأدخلها داخل الخشبة وكتب معها رسالة من جلد كتب فيها أن هذه الأموال من فلان إلى فلان أرجع فيها الدين أستعين فيها بالله عز وجل أتوكل فيها على الله وضع الرسالة في الكيس في الصرة وضع فيها ألف دينار أدخلها داخل الخشبة أغلق الخشبة رمى هذه الخشبة في البحر وكّل أمر لله سبحانه وتعالى أما الرجل الذي ينتظر ماله في الطرف الآخر ما أتى صاحبي ما عند دليل ما عند شهود ما عند كفيل لكنه كان صالحا أين أموالي لم يأتي بها لم يفعل شيئا لما اقتربت الشمس من الغروب علم أن صاحبه لن يأتي الآن عزم أن يرجع إلى أهله بغير الألف دينار ضاعت عليه الألف دينار خلاص وهو يريد أن يرجع رأى خشبة حطت تحملها البحر جاءت إلى شاطئ البحر كان يجمع الحطب علشان أهله يأتيهم بالحطب يشعل فيها النار لأهله يطبخ فيها الطعام من ضمن الخشب والحطب الذي جمعه تلك الخشبة التي حملها البحر من الشاطئ إلى الشاطئ بقدر الله جل وعلا أخذ الخشب ذهب إلى بيته أخذ يكسر الخشب ليشعل النار فإذا به يصل إلى خشبة كسرها فيها صرة ما هذه الصرة فتحها فإذا فيها ألف دينار وجد الورقة داخلها فإذا بالورقة من ذلك الرجل إليه يبرئ ذمته عند الله جل وعلا وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ مُرَاعُونَ لأنه كان أمينا لأنه كان صادقا لأنه التزم بعهده ووعده فما خذ له الله جل وعلا وصدقه الله كما صدق الله جل وعلا مو بس شذي الرجل عزم بعدها أن يجمع ألف دينار أخرى قال يمكن الخشبة ما وصلت فالرجل أمين فجمع ألف دينار أخرى وبحث عن سفينة في يوم آخر فوجد سفينة وركب السفينة وأسرع بها إلى الشاطئ الآخر متأخرا على الرجل فجاءه يعتذر منه على تأخيره وأعطاه الألف دينار فقال ره الرجل صاحب المال الأول قال وهل أرسلت ألفا قبلها أنت ما سويت شيء ما أرسلت ألفا قبلها قال نعم أرسلت ألفا في خشبة رميتها في البحر توكلت بها على الله ولا أدري ماذا حصل قال أبشر قد أرسلها الله عز وجل إلي وصلت الخشبة ووصلت الأموال وأعطاك الله عز وجل ما تريد فخذ الألف إليك فقد وصلت الأمانة إلي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كم من البشر اليوم إذا أخذ مالا من إنسان فإنه لا يرجعه إليه كم من الناس اليوم ليس بأمين على ماله أو على مال غيره كم من البشر اليوم من يجحد حقوق الناس وأموالهم لكن هذا الرجل لأنه كان صادقا صدقه الله جل وعلا ومن صفات أهل الإيمان الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قصص وعبر نستخلصها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونستشفها من القرآن والسنة خلكم وإياننا في حلقة مقبلة بإذن الله عز وجل ومع قصة من القصص نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة الجن الذين يعيشون على هذه الأرض معنا ما قصتهم وما حقيقتهم الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس بآلاف السنين كما خلق الإنس من طين فقد خلق الجن من نار وكانوا يعيشون على هذه الأرض قبل الإنس بآلاف السنين الله أعلم كم سنة لكنهم كانوا في الأرض يفسدون فيها مع أن الله عز وجل ما خلقهم كما أنه ما خلق الإنس إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن الجن وللأسف أفسدوا في الأرض فلم ينشروا فيها إلا الفساد حتى قالت الملائكة لما أراد الله عز وجل أن يخلق الإنس قالت أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء أي ظنت الملائكة أن الإنس سيكونون كالجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء أفسدت الجن في الأرض سنوات وسنوات طويلة فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة تعذبهم كلما أفسدوا كلما أرسلت إليهم الملائكة تعذبهم حتى أبعدتهم الملائكة إلى الجزور أي الجزر أبعدتهم الملائكة إلى جزر يعيشون فيها حبستهم الملائكة في جزر لا يقتربون من الأرض حتى لا يدمر الأرض ومن فيها ومن عليها لأن في الأرض طيور حيوانات كائنات أخرى تعيش هذه الجن لم تدعها تعيش لوحدها فأسفكت الدماء وأفسدت في الأرض فطردتها الملائكة وحبستها في جزر كان من الجن جني يعبد الله عز وجل لم يكن كغيره من الجن كانت له مكانة وكان لم يفسد كما فسد أقرانه من الجن وهذا الجني اسمه إبليس لكرامته ولعبادته لله ولتقواه ولحسن عبادته رفعه الله عز وجل وجعله في السماء مع الملائكة لأنه كان عابدا كان صالحا إبليس هذا في بداية الأمر فعاش في الملأ الأعلى مع ملائكة السماء الله أكرمه وظل زمنا طويلا في السماء الجن في الأرض أما إبليس فهو في السماء حتى جاء اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم خلقه بيده من تراب الأرض أمر أحد الملائكة لعله جبريل أن يأخذ قبضة من تراب الأرض فأخذ هذه التربة وصنع وخلق منها بيده جل وعلا آدم عليه السلام فلما تشكلت جثته أو جسم آدم لم ينفخ فيه الروح جاء إبليس الذي يعيش مع الملائكة في السماء جاء عند هذا المخلوق الجديد فحسده واغتاض منه لأنه مكرم معزز خاف أن يأتي مخلوق فيأخذ مكانه شوفوا الحسد شوفوا خبث النفس رجع إبليس إلى طبيعة الجن مرة أخرى مع أن الله أكرمه مع أن الله عز وجل رفعه لكن ما نفع فيه فإذا بإبليس يحوم حوله هذا المخلوق الجديد يدخل في منخره في جوفه ويخرج منه يدخل في داخل هذا الجسد ويخرج منه مرة أخرى ويقول إنك أجوف ولئن سلت عليك لأهلكنك وكان يقول للملائكة لا عليكم من لئن تسلت عليه لأهلكنه الملائكة لا تعصر لها عز وجل ولا تفكر بسوء لكن إبليس بدأ يرجع لطبيعته الخبيثة مرة أخرى حتى خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح وعطس آدم وعلمه الله عز وجل من العلم وأمر الملائكة أن تسجد له تسجد لمن؟ لآدم أمر الله الملائكة وكان بينهم إبليس كان يتعبد الله كالملائكة في السماء لكن النفس فيها خبث لا زالت يتعبد الله مع الملائكة الله كافأ على صنيعه لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجد سجد الملائكة وظل إبليس قائما فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الله عز وجل للملائكة سجدوا فسجد الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين قال الله عز وجل لإبليس لما لم تسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير من هذا المخلوق أنا من نار وهذا من طين أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه كيف أسجد له كيف يكرم وأنا أسجد لهذا ما أسجد الله يأمره وهو يرد أمر الله عز وجل ومن اعترض على الله عز وجل كاعتراض إبليس كفر هذا استكبار هذا رد الأمر استكبارا وعلوا ولهذا يسمى الكفر كفر إبليس ومعارضة إبليس ورد أمر إبليس كان استكبارا إلا إبليس أبا واستكبر إلا إبليس كان من الجن الله يقول في القرآن ففسق عن أمر ربه لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة لما اعترض على السجود لآدم طلب إبليس من ربه طلبا قال يا رب ربي لعنتني طردتني أخرني وأنظرني إلى يوم يبعثون ما أريد شيئا أريد فقط أن تمهلني إلى يوم القيامة ألا أموت والجن يعمرون أكثر من الإنس مع هذا يموتون لكن إبليس طلبا من ربي أن يقياه إلى يوم القيامة لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني أعود بالله شوف الأسلوب الخبيث إبليس يقول لربه بما أغويتني هل الله أغواك أنت الذي استكبرت أنت الذي عانت لكن إبليس عليه لعنة الله قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سوف أفعل كل شيء لأضلهم عن سبيلك طرده الله من جنته من رحمته أسكن آدم عليه السلام في تلك الجنة في تلك الرحمة وخلق من ضلع آدم حواء زوجته وعاش آدم وحواء أجمل حياة في الجنة الآن إبليس مطرود والملائكة تمنعه عن دخول الجنة التي طرد منها طيب ماذا يفعل كان هناك حيوان يدخل ويخرج من الجنة هذا في الملائك الأعلى الله أعلم كيف كان ما هذا الحيوان إنه الثعبان الحية كانت تدخل إلى الجنة وتخرج منها يروى في الأخبار أن إبليس طلب من الحية أن يدخل إلى جوفها فتدخل إلى الجنة ويدخل معها وفعلاً فعلت الحية ما أراد وأدخل وأدخلت إبليس إلى الجنة مرة أخرى والله يعلم لكن الله عز وجل أراد أن يختبر آدم اختبر زوجته ويختبر البشر كل هذا مقدر والله عز وجل يعلمه دخل إبليس إلى الجنة وظل فيها السنين يوسوس لمن يوسوس لآدم إلا يخرج من الجنة مثل ما أخرج منها الذي يتبع الآن الشيطان ويستجيب لشيطانه وإبليس انظروا للعداوة الأولى لو لا إبليس ولو لا شياطينه لكنا الآن في الجنة دخل إلى الجنة وأخذ وسوس وسوس لهم الشيطان أخذ يقول لآدم يا آدم ماذا منعك الله من الجنة منع شجرة قال لآدم وحواء لا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذه الشجرة ممنوعة كل أشجار الجنة حلال كل ثمار الجنة حلال كل أنهار الجنة حلال إلا هذه الشجرة فقال لهما إبليس أتعلماني لما منعكما الله من هذه الشجرة قال آدم لا نعلم قال ما منعكما ربكما ومنهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين لأنك لو أكلت من الشجرة يا آدم صرت ملك مو بس شدي راح تصير خالد في هذه الجنة قال وإذن قال كل كل حتى تصير ملكا وتخلد في هذه الجنة ما رضي آدم ولازال وراءه سنوات وسنوات يقولون بدأت حوات استجيب له أكثر من آدم هي استجابت قبل آدم عليه السلام وسوس لهم الشيطان ما صدقه آدم حتى جاء اليوم الذي أقسم له بالله العظيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لما أقسم بالله ظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا مستحيل واحد يقسم بالله وهو كاذب فاستجاب آدم عليه السلام وحوا وذهب وأكل من تلك الشجرة لما أكل أبدت السوآت وطفق يخصفان يغطون العورات في تلك الجنة وإبليس فرحان مما فعل وندم آدم لكن الله عز وجل أخرج آدم وحواء من الجنة وأنزلهما إلى الأرض ومعهما إبليس وإبليس الثلاثة نزلوا إلى الأرض قل نهبطوا منها جميعا ثلاثة نزلوا إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا ضل ولا إشقى بدأت العداوة بين الجن هذه قصة الجن في الأزل وبدأت العداوة على عداوة الجن والشياطين للإنس على وجه الأرض ماذا حصل وماذا حدث وماذا فعل إبليس الله عز وجل أعطاه مهل إلى يوم القيامة يعيش وله ذرية وجند كل ذريته لحرب آدم وذريته لحرب الإنس لصدهم عن سبيل الله عز وجل ماذا يفعل الشيطان وأين مكانه الآن إبليس وإن مكانه وما حقيقة الصراع بين الجن وبين الإنس وهرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنًا وهرأ الشياطين وهل هناك حوادث بينه وبين الجن وهل كل الجن شياطين لإبليس وخدم لإبليس أم أن هناك جزء من الجن لا علاقة لهم بإبليس هذا ما سوف نعرفه لكن كونوا معنا بعد الفاصل قرآننا يلوي الفضاء لقصة من وحيها عبر الحوات معنا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيه قصة الجن الذين يعيشون على هذه الأرض معنا ما قصتهم وما حقيقتهم الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس بآلاف السنين كما خلق الإنس من طين فقد خلق الجن من نار وكانوا يعيشون على هذه الأرض قبل الإنس بآلاف السنين الله أعلم كم سنة لكنهم كانوا في الأرض يفسدون فيها مع أن الله عز وجل ما خلقهم كما أنه ما خلق الإنس إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن الجن وللأسف أفسدوا في الأرض فلم ينشر فيها إلا الفساد حتى قالت الملائكة لما أراد الله عز وجل أن يخلق الإنس قالت أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء أي ظنت الملائكة أن الإنس سيكونون كالجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء أفسدت الجن في الأرض سنوات وسنوات طويلة فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة تعذبهم كلما أفسدوا كلما أرسلت إليهم الملائكة تعذبهم حتى أبعدتهم الملائكة إلى الجزور أي الجزر أبعدتهم الملائكة إلى جزر يعيشون فيها حبستهم الملائكة في جزر لا يقتربون من الأرض حتى لا يدمر الأرض ومن فيها ومن عليها لأن في الأرض طيور حيوانات كائنات أخرى تعيش هذه الجن لم تدعها تعيش لوحدها فأسفكت الدماء وأفسدت في الأرض فطردتها الملائكة وحبستها في جزر كان من الجن جني يعبد الله عز وجل لم يكن كغيره من الجن كانت له مكانة وكان لم يفسد كما فسد أقرانه من الجن وهذا الجني اسمه إبليس لكرامته ولعبادته لله ولتقواه ولحسن عبادته رفعه الله عز وجل وجعله في السماء مع الملائكة لأنه كان عابدا كان صالحا إبليس هذا في بداية الأمر فعاش في الملأ الأعلى مع ملائكة السماء الله أكرمه وظل زمنا طويلا في السماء الجن في الأرض أما إبليس فهو في السماء حتى جاء اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم خلقه بيده من تراب الأرض أمر أحد الملائكة لعله جبريل أن يأخذ قبضة من تراب الأرض فأخذ هذه التربة وصنع وخلق منها بيده جل وعلا آدم عليه السلام فلما تشكلت جثته أو جسم آدم لم ينفخ فيه الروح جاء إبليس الذي يعيش مع الملائكة في السماء جاء عند هذا المخلوق الجديد فحسده واغتاظ منه لأنه مكرم معزز خاف أن يأتي مخلوق فيأخذ مكانه شوفوا الحسد شوفوا خبث النفس رجع إبليس إلى طبيعة الجن مرة أخرى مع أن الله أكرمه مع أن الله عز وجل رفعه لكن ما نفع فيه فإذا بإبليس يحوم حول هذا المخلوق الجديد يدخل في منخره في جوفه ويخرج منه يدخل في داخل هذا الجسد ويخرج منه مرة أخرى ويقول إنك أجوف ولئن سلت عليك لأهلكنك وكان يقول للملائكة لا عليكم من لئن تسلت عليه لأهلكنه الملائكة لا تعص الله عز وجل ولا تفكر بسوء لكن إبليس بدأ يرجع لطبيعته الخبيثة مرة أخرى حتى خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح وعطس آدم وعلمه الله عز وجل من العلم وأمر الملائكة أن تسجد له تسجد لمن لآدم أمر الله الملائكة وكان بينهم إبليس كان يتعبد الله كالملائكة في السماء لكن النفس فيها خب لا زالت يتعبد الله مع الملائكة الله كافأ على صنيعه لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا سجد الملائكة وظل إبليس قائما فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الله عز وجل للملائكة سجدوا فسجد الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين قال الله عز وجل لإبليس لما لم تسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير من هذا المخلوق أنا من نار وهذا من طين أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه كيف أسجد له كيف يكرم وأنا أسجد لهذا ما أسجد الله يأمره وهو يرد أمر الله عز وجل ومن اعترض على الله عز وجل كاعتراض إبليس كفر هذا استكبار هذا رد الأمر استكبارا وعلوا ولهذا يسمى الكفر كفر إبليس ومعارضة إبليس ورد أمر إبليس كان استكبارا إلا إبليس أبا واستكبر إلا إبليس كان من الجن الله يقول في القرآن ففسق عن أمر ربه لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة لما اعترض على السجود لآدم طلب إبليس من ربه طلبا قال يا رب ربي لعنتني طرتني أخرني وأنظرني إلى يوم يبعثون ما أريد شيئا أريد فقط أن تمهلني إلى يوم القيامة ألا أموت والجن يعمرون أكثر من الإنس مع هذا يموتون لكن إبليس طلبا من ربي أن يقيه إلى يوم القيامة لماذا قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني أعوذ بالله شوف الأسلوب الخبيث إبليس يقول لربه بما أغويتني هل الله أغواك أنت الذي استكبرت أنت الذي عانت لكن إبليس عليه لعنة الله قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سوف أفعل كل شيء لأضلهم عن سبيلك طرده الله من جنته من رحمته أسكن آدم عليه السلام في تلك الجنة في تلك الرحمة وخلق من ضلع آدم حواء زوجته وعاش آدم وحواء أجمل حياة في الجنة الآن إبليس مطرود والملائكة تمنعه عن دخول الجنة التي طرد منها طيب ماذا يفعل؟ كان هناك حيوان يدخل ويخرج من الجنة هذا في الملأ الأعلى الله أعلم كيف كان ما هذا الحيوان؟ إنه الثعبان الحية كانت تدخل إلى الجنة وتخرج منها يروى في الأخبار أن إبليس طلب من الحية أن يدخل إلى جوفها فتدخل إلى الجنة ويدخل معها وفعلا فعلت الحية ما أراد وأدخلت إبليس إلى الجنة مرة أخرى والله يعلم لكن الله عز وجل أراد أن يختبر آدم اختبر زوجته ويختبر البشر كل هذا مقدر والله عز وجل يعلمه دخل إبليس إلى الجنة وظل فيها السنين يوسوس لمن؟ يوسوس لآدم إلا يخرج من الجنة مثل ما أخرج منها اللي يتبع الآن الشيطان ويستجيب لشيطانه وإبليس انظروا للعداوة الأولى لو لا إبليس ولولا شياطينه لكنا الآن في الجنة دخل إلى الجنة وأخذ يوسوس وسوس لهم الشيطان أخذ يقول لآدم يا آدم ماذا منعك الله من الجنة؟ منع شجرة قال لآدم وحواء لا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذه الشجرة ممنوعة كل أشجار الجنة حلال كل ثمار الجنة حلال كل أنهار الجنة حلال إلا هذه الشجرة فقال لهما إبليس أتعلماني لما منعكما الله من هذه الشجرة؟ قال آدم لا نعلم قال ما منعكما ربكما ومنهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين لأنك لو أكلت من الشجرة يا آدم صرت ملك ليس بس شدي راح تصير خالد في هذه الجنة قال وإذن قال كل كل حتى تصير ملكا وتخلد في هذه الجنة ما رضي آدم ولازال وراءه سنوات وسنوات يقولون بدأت حوات استجيب له أكثر من آدم هي استجابت قبل آدم عليه السلام وسوس لهم الشيطان ما صدقه آدم حتى جاء اليوم الذي أقسم له بالله العظيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لما أقسم بالله ظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا مستحيل واحد يقسم بالله وهو كاذب فاستجاب آدم عليه السلام وحوى وذهبا وأكل من تلك الشجرة لما أكل بدت السوآت وطفق يخصفان يغطون العورات في تلك الجنة وإبليس فرحان مما فعل وندم آدم لكن الله عز وجل أخرج آدم وحوى من الجنة وأنزلهما إلى الأرض ومعهما إبليس الثلاثة نزلوا إلى الأرض قل نهبطوا منها جميعا ثلاثة نزلوا إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا ظل ولا عشقة بدأت العداوة بين الجن هذه قصة الجن في الأزل وبدأت العداوة الجن والشياطين للإنس على وجه الأرض ماذا حصل وماذا حدث وماذا فعل إبليس الله عز وجل أعطاه مهنة إلى يوم القيامة يعيش وله ذرية وجند كل ذريته لحرب آدم وذريته لحرب الإنس لصدهم عن سبيل الله عز وجل ماذا يفعل الشيطان وأين مكانه الآن إبليس وين مكانه وما حقيقة الصراع بين الجن وبين الإنس وهرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنا وهرأ الشياطين وهل هناك حوادث بينه وبين الجن وهل كل الجن شياطين لإبليس وخدم لإبليس أم أن هناك جزء من الجن لا علاقة لهم بإبليس هذا ما سوف نعرفه لكن كونوا معنا بعد الفاصل قرآننا يروي الفضاء إلى قصة من وحيها عبر حوت معناها بدأت العداوة في الأرض الأرض ليس فيها إلا آدم وحواء يقال أنهما نزل في أرضين متباعدين والتقيا في عرفات والعلم عند الله عز وجل المهم نزل إلى الأرض ولم تكن لهما ذرية إلا في الأرض بدأت الذرية في الأرض تكثر وكانوا كلهم على التوحيد وبدأ الشيطان إبليس جعل له عرش على ماء في الأرض الله أعلم مين هذه الماء أي بحر أي محيط فيه عرش إبليس وله أتباع وجنود وذريته كلها سخرها في إغواء بني آدم والشياطين الموجودين من قبل نفس الشيء كلهم صاروا خدم لإبليس الذي صار زعيما لأنه المعمر هو الذي ظل آلاف السنين على وجه الأرض كل الشياطين تموت الجن تموت لكن إبليس ما يموت إلا يوم القيامة كما أذن الله له فصار أكبرهم وصار سيدهم وصار الذريتة كلها خدم له وبدأ يغوي بني آدم بدأ بالذنوب والمعاصر شيئا فشيئا أول جريمة قتل قدر على بني آدم قابل لما قتل هابل بإغواء من؟ إبليس وشياطينه وذرية إبليس هذه أول جريمة قتل على وجه الأرض بدأت الذنوب والمعاصي تنتشر في الأرض شيئا فشيئا لكن ما قدر أن يوقعهم بالشرك بعد مئات السنين من آدم عليه السلام إلى أن جاء قوم نوح أول شرك وقع على وجه الأرض كيف قدر إبليس عليهم؟ إبليس جاءهم وكان هناك في قوم نوح أناس صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى هؤلاء كلها أناس صالحون أسماء أناس صالحين جاء إبليس وجاءت الشياطين إلى قوم نوح فقالوا لهم لما مات هؤلاء الصالحون قالوا ما رأيكم لو تجعلوا لهم تماثيل وصور لهذه الناس الصالحة الميتة اجعلوا لهم صورا وتماثيل لأنكم إذا رأيتم تماثيلهم وصورهم تذكرتم نصائحهم ذكروكم بالله جل وعلا فتذكرتم الله يعني مو عشان تعبدونهم لا عظموا قبورهم عظموا صورهم عظموا تماثيلهم ليس لهم لكن تعظما لله لأنهم يذكرونكم بالله وكانوا أناسا صالحين صنعوا عظموا قبورهم جعلوا عليها إشكال جعلوا لهم تماثيل وصور علشان يذكرونهم بالله راح جيل بعد جيل والإيمان يضعف والدين يقل والشياطين تلح عليهم طيب لا تعبدونها لكن اجعلوا هذه الأصنام وهذه الآلهة وهذه القبور واسطة بينكم وبين رب العالمين شياطين تنتظر سنوات ويمكن مئات السنين علشان شيء واحد بس حتى مر جيل بعد جيل فجاء قوم أخذوا يعبدون هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأوثان أخذوا يعبدونها من دون الله عز وجل وبدأ أول شرك على وجه الأرض فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام استمرت الشياطين في الأرض إبليس جالس على عرش وله خدم والخدم شي سوون يروحون أتبع إبليس يذهبون في الأرض يضلون الناس فيأتيه الشيطان فيقول له إبليس ماذا صنعت يقول لازلت به حتى زنى ولا شيء الآخر لازلت به حتى سرق ولا شيء لازلت به حتى شرب الخمر ما سوت شيء فيأتيه شيطان فيقول لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول أنت أنت تعال تعال يقربه يعلم الشيطان التفريق بين المرء وزوجه من أعظم أهداف يدمر فيها المجتمعات الشيطان على العرش على البحر إبليس ويرسل جنوده قرنا بعد آخر حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والرسل هنا إبليس بنفسه اغتاظ اغتاظ من هذا النبي اغتاظ من كل الأنبياء لكن هذا النبي اغتاظ أشد الغيظ له حتى كان يتدخل بنفسه ما يسل له شياطين كان بنفسه يذهب إليه يحاول أن يقضي على محمد يحاول أن يصد الناس عن دعوته بنفسه حتى يوم من الأيام لما علم أن كبار قريش تريد أن تكيد بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه راح تمثل شيخا من نجدي ودخل على داري الندوة عندهم عند أبي جهل وأخذ يعطيهم رأيه فلما قال أحدهم نقتله قال نعم الرأي رأيه أي يده وجعل الناس يقتلعون بقتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إبليس إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الله يقول حق البشر تتخذون إبليس وجماعته وذريته أولياء تتركون رب العالمين وهم لكم عدو قضى على الدين في الأرض لكن لو لم ينتصر كل اللي سواه من سنوات طويلة ينتهي حرض قريش على شكل إنسان جاهم شكل سراقة بن مالك وقال لهم إني جار لكم أنا عندي أقوام وياكم راح يقاتلون وروحوا قاتلوا ومعلكم مننا وراح نقاتل معاكم وراح نفعل ونفعل فلما وصل إلى المعركة وراء الملائكة تتنزل هرب قالوا لي يا سراقة ورايح قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب هرب وولى من المعركة حتى وصل إلى البحر شوف وين وصل رجع إلى عرشه هذا المخلوق من خبثه ومن شره كان يدن المشركين على رسول الله ويحرض المشركين على رسول الله حاول أرسل جنوده أرسل جيشه على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله لكن الإيمان الذي ازداد كان يطرد الشياطين حتى أن عمر الذي أسلم والذي كان بإسلامه عز لهذه الأمة ما سلك فجا إلا وهرمت الشياطين إلا سلك الشيطان فجا غيره أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كان يطردون الشياطين أما أتباع إبليس فإنهم كانوا يفرون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المعركة حامية ليست المعركة فقط بين أبي جهل ورسول الله بين أبي له وبين رسول الله المعركة الأعظم بين إبليس وبين الأنبياء والرسل إبليس لا زال يرسل جنوده وجيشه حتى حصلت بعض الحوادث يوم من الأيام يقول أبو هريرة كانت الصدقة أمنني رسول الله على الصدقة على مال الصدقة تمر وغيره كان حاط في بيته وهو الأمين عليه يقول وفي الليل سمعت صوتا بالليل سمع صوت يقول فإذا برجل يسرق من الصدقة رجل كبير شايد يقول فذهبت ومسكته قلت لأذهبن بك إلى رسول الله قال لا تفعل فوالله إني رجل كبير وعندي عيال ولا أملك شيئا من الطعام تركني يعني أنا بحاجة لهذه الصدقة فقال أبو هريرة فتركته وكان حارس أمين أبو هريرة يقول في الليلة الثانية جاءني فمسكته قلت أنت الذي كذبت علي البارح وعهدتني قال والله أنا رجل كبير شيخ علي وعندي أولاد اتركني يا أبو هريرة يقول فتركته فاليوم الثالث مسكته قلت الآن أذهبن بك إلى رسول الله خلاص هذه مرة ثالثة ما في عهد ووعد بيني وبينك قال أعلمك شيء وتتركني قال قل قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني آية الكرسي فإن قرأتها فلا زال عليك من الله حافظ حتى تصبح غريبا نصيحة أبو هريرة هو وعاء السنة يعرف الأحاديث ورجل يقول له هذه النصيحة من هذا الرجل الذي يعلم أبو هريرة تركه أبو هريرة في الصباح ذهب أبو هريرة إلى رسول الله وجلس عنده قال يا رسول الله رجل ثلاث أيام وجاءني وفعل كذا وكذا وكان أبو هريرة في كل يوم يعلم الرسول ورسول يقول له راح يرجع وراح يرجع وراح يرجع كل يوم كان يقول له لكن في اليوم الثالث قال حق الرسول شيروا النصيحة اللي علمها إياها ماذا قال النبي قال أتعرف من صاحبك يا أبا هريرة تدري منه هذا الرجل قال لا اشتراني قال إنه الشيطان هذا الشيطان من الشياطين جايك صدقك وهو كذوب الشياطين تكذب دائما لكن في هذه الكلمة صدقك يعني لو قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله يحافظ حتى تصبح نعم لأن الشياطين تعلم أن الله يحفظ ابن آدم بهذه الآية الجن والشياطين جاءت إلى رسول الله الجن الله عز وجل بعد أن ذهب النبي إلى الطائف ورده أهل الطائف ورجع إلى مكة في الطريق التقى بالجن من نصيبين وفت من الجن جاءوا إلى رسول الله فاستمعوا القرآن وكانوا أهل إيمان وتقوى كانوا على دين موسى عليه السلام فلما سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإصرفنا إليك نفرا من الجن نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين آمنوا بالله جل وعلا وكفروا بكل معبودات غير الله جل وعلا الجن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصرت بعض المواقف بل كان يصلي يوم من الأيام مسك النبي شيئا الصحابة تعجبوا ما يشوفون شيء قال هذا شيطان عرض لي في الصلاة فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقول حتى أحسسته بلعابه ببرد لعابه على يده قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به الصبيان لأن شنو دعوة سليمان اجعل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ظل الجن والشياطين منهم المؤمن ومنهم الكافر خلق كخلق الإنس لكنهم فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون فيهم الصالحون فيهم دون ذلك ظلوا على وجه الأرض شياطينهم تصرف الناس عن عبادة الله جل وعلا حتى يرث الله الأرض ومن عليها نتعجب صح ولا لأ من قصة الجن والشياطين ونتعجب اليوم لما نشوف أناس من البشر كرمهم الله يقولوا الحنى عبدت الشيطان عجيب أمرهم لكن من اتبع الشيطان سيحشر معه في جهنم يوم يخطب فيهم إبليس فيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي هذه قصة الجن والشياطين باختصار التي ذكرت في القرآن والسنة نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون زادا لنا حتى نلقى الله عز وجل معنا اليوم قصة من القصص التي رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صيح مسلم روى هذه القصة النبي على أصحابه ليثبتهم على دينهم بها أحيانا مثل هذه القصص تثبت الإنسان على دينه وعلى طاعة ربه بل أحيانا تعلمنا فوائد كثيرة فصوصا قصة اليوم فيها من العبر ومن الفوائد الشيء الكثير مهما ذكرنا فإن الوقت لن يتسع على استخلاص كل فوائدها فقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم يقول قصة لكن تستخرج منها فوائد وأحكام واستنباطات وربما أحكام شرعية يقول كان في من كان قبلكم ملك عنده ساحر ملك يخدع الناس بهذا الساحر كما كان فرعون يفعل كان يقول أنا ربكم الأعلى وكان عنده سحرة يوهمون الناس بأن له قدرات وليس فعلهم إلا سحر وشياطين وهذا الملك الذي يخدع الناس نفس الشيء كان يقول أنا ربكم وكان عنده ساحر يفعل له بعض الأعمال فيظن الناس أنه صحيح هذا ربنا والعياذ بالله جهل من الناس وجهل من هذا الساحر وهذا الملك وغيره فلما كبر هذا الساحر علم أنه سيموت قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه فأرسل الملك له غلاما طبعا نحن نتصور أن الملك ما جاب أي غلام أكيد اختار غلام من بين الغلمان أكيد أن في نباهة فيه ذكاء فيه عقل فيه فطنة غلام سبق أقرانه ولهذا أرسله الملك إلى الساحر يتعلم السحر وش معنى الغلام لأن هذا الغلام سيكون في المستقبل شابا ثم يكون رجلا وكهلا يعني له مستقبل وراءه الاهتمام بالطفل أهم ما في إصلاح أي مجتمع نبي نصلح مجتمع لازم نهتم بالغلمان نبي نؤسس فكرة أو ننشر فكرة في الأمم لازم نهتم بالغلمان بالصغار ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصغار كعلي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان اهتم به النبي فصار سيدا من سادات هذه الأمة علي بن أبي طالب اهتم في ابن عباس وهو صغير اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم فصار ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الملك بحث عن غلام فوجد غلاما نبيها عاقلا ذكيا فجاء به وطلب من الغلام أن يتعلم السحر من هذا الساحر والسحر علم نعم علم لكنه كفر بالله جل وعلا ما يتعلمه الإنسان إلا ويكفر بالله لازم لأن الشياطين ما تستجيب للساحر إلا بعد أن يتقرب إليها يعبدها من دون الله يكفر بالله بعض السحر والعياذ بالله الآن يهينون القرآن يتبولون على القرآن جل الله المصحف يسبون الأنبياء يفعلون أفعال كفر قبيحة بعدها يصبحون سحرا فذهب الغلام إلى الساحر يتعلم السحر ليكون خليفة لهذا الساحر وإلا ملك الملك يضع كذب على الناس أنا ربكم يروح خلاص إذا مات الساحر ماكو شيء الناس تعرف كذبة فبدأ الغلام يتعلم وفي طريقه كل يوم يطلع من أهله يروح حق الساحر يتعلم في الطريق كان يرى رجلا غريب المنظر غريب الكلام رجل كان يرى رجلا في صومعته في بيته ما يخرج مع الناس ما يختلط بالناس عنده كلام غريب وعنده حركات غريبة فدخل الغلام الذكي الفطن واستأذن من هذا الرجل فجلس قال من أنت؟ قال أنا راهب وماذا يعني راهب؟ أخبره بالخبر أنا راهب أتعبد الله قال يعني الملك تتعبد الملك؟ قال لا أتعبد رب الملك وربي وربك قال من تقصد؟ أخذ الغلام الذكي النبيه يستمع إلى كلام الراهب فأعجبه استعنس هذا كلام جميل ولأن الغلام كان ذكيا أذكى من رجال ذلك الزمن بدأ يرتاح لكلام الراهب يجلس شوي معه بعدين يروح أقل الساحر ويبدأ الساحر يسأله لماذا تأخرت؟ تأخرت فيبدأ الساحر يضربه قاسي لأنه ما في رحمة ما في دين ما في إيمان رجل خبيث مع الشياطين فيضرب الغلام ضربا فإذا رجع الغلام من الساحر مجبور يروح أقل الساحر يرجع إلى الراهب فيجلس عنده فيهدأ قليلا ويرتاح من كلامه أراد الله لهذا الغلام أمرا أرادوا أن يضلوه لكن من يهدي الله فلا مضل له فإذا بالغلام يرجع إلى الراهب فيشتكي عند الراهب ضربا الساحر ويشتكي أن أهله في العودة أيضا يضربونه أهلي يضربوني إذا تأخرت عندك والساحر يضربني إذا تأخرت عندك لأن في الطريق في الروح وفي الرجعة يجلس مع الراهب والراهب يعلمه الدين فقال له الراهب إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي أهلي أخروني وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر تطلع من هذين وتطلع من هذا لعله نوع من الكذب لكن الله عز وجل لعله أباح لهم هذا الأمر في شريعتهم حتى ينجو هذا الغلام ما يتحمل وكان كل يوم في طريقه يجلس عند الراهب شوي في الذهاب وفي العودة يسمع من الساحر ويسمع من الراهب فشتان بين الاثنين نقيضان يتعلم منهما الغلام في يوم من الأيام الغلام في طريقه إلى بيته رأى حيوان عظيما دابة كبيرة جاءت إلى القرية فأفزعت الناس وجلست في وسط الطريق فخاف الناس منها الناس كلها خايفة الناس كلها تراجعت محد تجرأ أن يقترب من هذه الدابة ربما ثعبان عظيم ربما سبع ربما شيء دابة عظيمة كل الناس خايفة تقترب منها وقطعت على الناس طريقهم نظر الغلام الصغير إلى هذه الدابة فقال اللهم إن كان الآن أتأكد الراهب صح أو الساحر أنا راح يبين من اللي صح من اللي كلام حقيقة قال الراهب يقول لي في الله وأله يستجيب لك إذا دعيته فقال الغلام اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ففرج على الناس هذه الدابة أبعدها عنهم أهلكها اكفي الناس شرها ترى هذا الأمر يعني ما قاله الغلام إلا أن الله عز وجل قذف في قلبه هذا ولأنه وصل إلى مرتبة من الإيمان ومن العلم صح كان مترددا لكن ما لجأ إلى الله إلا لأنه وصل إلى مرتبة من اليقين أخذ الصخر حجر والناس قاعدة طالعه الناس بتخوف الدابة مقادرة فاقترب الغلام منها فنظر الناس أيها المجنون ابتعد ماذا تفعل ستهلكك الدابة ستقتلك واقترب الغلام منها ولم يخف ثم أخذ الحجر فرمى هذه الدابة فأزاحها هذا الحجر وماتت مباشرة فإذا بالناس تعجبون كيف فعل هذا الغلام هذا الأمر الغلام ما هم كلام الناس لكنه علم أمرا أن أمر الراهب أحق من أمر الساحر الله أكبر الآن تأكد الغلام أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل ولا يفلح الساحر حيث أتا قال ما جئت به أيها الساحر باطل يقولها في نفسه وما جاء به الراهب والحق إذا تأكد الغلام من شدة فرحه ذهب إلى الراهب دخل إليه وقص عليه القصة وأخبره بالخبر الآن الراهب تعجب قال متأكد من الذي حصل قال نعم حصل كذا وكذا تدرون شنو قال الراهب المعلم شي قال حق التلميذ الأستاذ الشيخ شي قال حق تلميذة قال أيها الغلام إنك اليوم خير مني وين الأستاذ اللي يقول حق تلميذة شدي فيه شيخ يقول حق طالب اللي عنده تلميذ أنت ترى أحسن مني قليل صح ولا لا هذا ما يصل إليه إلا إنسان في قلبه نوع من التواضع نوع من الإيمان أخلاق جعلته يتواضع فيقول لتلميذه يا غلام إنك اليوم خير مني وسوف تبتلى كل واحد يأتي بهذا الدين يبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي يعني خلني أنا ترى أنا كبير بالسن أنا أعلم اللي أقدر عليه وأسوي اللي أقدر عليه لكن يا بني يا غلام ستبتلى تخيل غلام صغير ويقول للرجل إنك ستبتلى صعب أليس كذلك الأرقم قالها للنبي ورق ابن نوفل قالها للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك قال أول خرجيهم قال ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا عودي الآن الراهب يقول للغلام ستبتلى وأنا أقول لكل إنسان يلتزم ويحتدي بالشرع ويبلغ دين الله ستبتلى لكن يبتلى المر على قدر دينه يختلف البلاء قال فإذا ابتليت يا بني فلا تدل علي فوافق الغلام على هذا إذا أعانه الله عز وجل أراد أن يكتم أمر الراهب خرج الغلام وأجر الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات كرامات قد لا تحصل على يد غيره من البشر في ذلك الزمان توقع الغلام أن يبتليه الله عز وجل وتعلم الدين من هذا الراهب وكان مجبوراً على الذهاب للساحل لكن كان يعلم أن فعله باطل أجر الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات فكان يبرئ الأكمه والأبرص الأعمى اللي مولود وهو أعمى يمسح على وجهه ويدعو الله عز وجل فيشفيه الله تعالى والأبرص يمسح على جلده فيشفيه الله عز وجل والمريض يدعو له فيشفيه الله عز وجل سمع بهذا الأمر رجل يجالس الملك جليس للملك نديم للملك صاحب للملك وكان أعمى البصر سمع أن هناك غلام يرجع البصر لصاحبه فناده نادوا هذا الغلام فنادوا هذا الغلام فجاء إليه وكان أعمى قال يا بني سمعت أنك تشفي وترجع البصر لصاحبه فإن فعلت وأرجعت إلي بصري ليس هناك أحد بأجبع لك من الأموال مني يعني ما في أغنى مني أعطيك ما تشاء من أموال وما تشاء من ذهب وفضة ما درى هذا المسكين أن الغلام لا يريد أموالا ولا يريد ذهبا ولا يريد فضة غلام لكن الآن همه أن يؤمن الناس بالله رب العالمين ترى شيء غريب صحولنا لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه القصة في الصحاح لنا لتعجبنا قال لك ما تشاء من أموال لكن أرجع علي بصري فقال الغلام أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد قال ماذا تقول قال نعم أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد من الناس قال الناس يقولون قال الأمر غير صحيح قال إذن ما هو الصحيح قال الصحيح أن الله عز وجل هو الشافي أنا أدعوه فيشفيك فإن شئت آمن به وأدعوه فيشفيك قال ومن هو الله فعرف الغلام ذلك الرجل من هو الله الغلام صار أشجع من الراهب الراهب متخفي لكن الغلام فيه قوة إيمان ويقين وحماس لهذا الدين بدأ يبلغ دين الله عز وجل وما هم ما هم أن هذا جليس الملك ولا مجليس الملك فقال له آمنت قال فإذا آمنت به يرجع إلي بصري قال أدعوه ويرجع إليك بصرك فآمن جليس الملك بالله تعالى وكفر بالملك فإذا بالغلام يدعو الله عز وجل ويمسح على وجهه فيبصر مرة أخرى جليس الملك أبصر فازداد إيمانه بالله جل وعلا وازداد يقينه بأن دعوة هذا الغلام هي الدعوة الحق لا دعوة غيرها ولا كلام الباطل الذي يقوله الملك فرح الملك فرح الجليس بهذه النعمة نعمة البصر أن يعطي الله الإنسان البصر بعد أن كان أعمى نعمة عظيمة وكان على عهده وعلى وعده فإذا به يؤمن بالله مرت الأيام والملك زار هذا الجليس فلما جلس عنده قال له يا فلان أعتبصر تشوف قال نعم ألم تكن أعمى كنت من رد عليك بصرك قال ربي قال يعني أنا قال لا ربي وربك الله رب العالمين قال ماذا تقول قال نعم ربي وربك الله رب العالمين فمسك الجليس فمسك الجليس وأدخله القصر وأمر الجنود أن يضربوه صاحبك هذا صاحبك الذي تجالسه هذا خليلك هذا صديق عمرك لكن الكافر ليس له صاحب خبيث حتى صاحبه أدخله القصر وأمر الجنود أن يعذبوه ليرجع عن دينه فلم يرجع فعذب ليخبر عن من علمه هذا فإذا به يبوح بالسر وذكر الغلام واسمه الغلام اللي ذهبنا به عشان يتعلم السحر ويثب الديننا وملكنا هذا الغلام يفعل فينا هذا ائتونا بالغلام فجيء بالغلام فسأله الملك يا غلام ألك رب غيري قال الغلام نعم أيها الملك ربي وربك الله رب العالمين الله رب العالمين فإذا بالملك يأمر بالغلام ليجلد وليضرب نعم لكنه الصبر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صبر الغلام على العذاب وما تراجع عن دينه قيد أم له لكنه لما عذب أخبر عن الراهب تعذيب تعذيب حين أن الإنسان ينسى نفسه خلاص فجيء بالراهب اللي هو الأصل اللي هو علم الغلام جليس الملك الغلام الراهب الثلاثة الآن مؤمنين فلا زال الملك يعذب الراهب عذابا ولم يتراجع عن دينه أبدا حتى أمر حتى أمر الملك أن يشق الراهب نصفين وفعلا جئ بالمنشار على رأس هذا الراهب وإذا به يقتل وينشر نصفين أمام من؟ أمام الجليس؟ صاحبه؟ اللي لتو أبصر؟ وأمام من؟ الغلام الصبي الصغير معلمه شيخه أستاذه ينشر بالمنشار أمامه يا الله لما كل هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كم من إنسان على وجه هذه الأرض قتل في سبيل الله كثيرون أنبياء ذبحوا زكريا عليه السلام نشر بالمنشار نبي الله وهو في الشجرة فتح الشجرة ودخل فيها ونشروه مع الشجرة نصفين حتى ما رفع صوته بالألم يحيى ابنه أيضا النبي قطع رأسه وهو ساجد يصلي قطع رأسه وهو ساجد لله عز وجل أنبياء كثر قتلوا صالحون قتلوا شهداء كثر على وجه الأرض جماجم وجثث ودماء سالت لأجل من؟ لأجل الله عز وجل نعم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله مع الصابرين لم يستكن أحد منهم في سبيل الله عز وجل نعم صبروا تحملوا هل الأمر سهل لما الواحد يضع المشار على رأسه الراهب وهو كبير بالسن والمشار على رأسه مو مثل مشارنا اليوم يا جماعة مشار الأقدمين يعني تخيل شو صاير ويبدأ يقطعون رأسه يعني مؤيدة لا رأسه الأمر صعب وينشروا نصفين والأصعب الغلامي اللي قاعد يشوفه والأصعب الجليس الملك اللي توه أبصر وأنا صاحب الملك وشدي يفعل فيني؟ ليش؟ ايش فعلنا؟ حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فتنة اختبار الله عز وجل يريد أن يعرف الصادقة من الكاذب نشر الراهب رجع الملك الآن إلى جليسه سأله أيها الجليس ترجع عن دينك أو لا ترجع لتو يتهنى الآن توه الآن متهنى بعينه توه بدأ يشوف الدنيا وملذتها ونعيمها وبعدين عنده فلوس وعنده خيرات عند الدنيا كلها مفتوحة أمامه هل يخسر هذا كله؟ علشان شنو؟ علشان دين جديد؟ نعم لأن هذا الدين يوافق الفطرة ضرب عذّد ما تراجع جيء بالمنشار على رأس جليس الملك صاحبك تفعل في هذا؟ نعم نعم الدين يفصل بين الناس فإذا به بالمنشار يفلق رأسه أمام من؟ أمام الغلام الدم يسير الحين ترى الأمر خدع أمر خوف أنت لو تشوف الآن نعجة أمامك تذبح أحيانا الواحد فينا يكش لو إنسان إنسان تقطع يقطع رأسه قطع عادي الرجال ما يتحملون كيف بالمنشار وكيف لغلام صغير مسكين ويدري إن مصيرة مثل مصيرهم بعد شوي لما قتل الملك الآن الراهب وقتل الجليس بس بقى هذا الغلام ويتخلص ينتهي كل شيء قال للغلام قال لي انتشار صيته الآن بالمدينة بس ما يبي يقتله يبي يتراجع لأن هذا الآن مو أي واحد هذا خليفة الساحر هذا إذا ضاع ضاع ملك الملك وهذا الناس كل سمعت فيه إذا قتلت الآن يصير شهيد عند الناس إيش يسوي الحين قال أترجع قال ما أرجع قال أقتلك قال أقتلني هل صبر هذا الغلام هل تحمل التعذيب هل قتله الملك أو لم يقتله ماذا حصل للغلام من أحداث مع هذا الملك ومع قريته وما الذي جعل الغلام يصبر هذا الصبر أحداث غريبة كرامات حصلت لهذا الغلام أشياء حصلت لمن بعد هذا الغلام أمور غريبة حصلت لهذه القرية آيات نزلت في القرآن تحكي قصة هذه القرية كل هذا سوف نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي جعلناه في قصص وعبر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذكر أهل التاريخ والسير هذه القصص لا نذكرها لأجل التسلية بل لأجل الفائدة معنا اليوم ثلاث قصص رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما روى كل قصة إلا لعبرة من العبر وفائدة من الفوائد وسوف نذكر كل قصة وما فيها من فوائد وما فيها من عبر أما القصة الأولى فيذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل كان يمشي في أرض فلا رجل في زمن من الأزمان من هذا الرجل لا يهمنا في أي زمن أيضا لا يهمنا المهم والعبرة فيما حدث ليس في أي أرض أي فلات من هذا الرجل في أي زمن هذا كله ليس بمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بما هو مفيد ولهذا أوتي جوامع الكلم كان يمشي في أرض فلا ومر سحاب فوقه فسمع صوتا داخل السحاب تخيل أنك تمشي في صحراء وتسمع صوت داخل السحاب فوق هذا الصوت غريب وصوت في صحراء وأنت تمشي في صحراء سبحان الله الإنسان يخاف إذا سمع هذا الصوت لكنه ماذا سيفعل حتى لو خاف قال سمعت صوتا داخل السحاب يقول إسقي حديقة فلان رجل باسمه إسقي حديقة فلان فزع الرجل الرجل يخاف الآن واحد يقول ومن الذي تكلم الآن وأمر من أن يسقي حديقة فلان وباسمه شوفوا تخيلوا يعني يقول خالد ولا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا اسقي حديقة عبد الله اسقي حديقة فلان باسمه يقول فتحجم الرجل الآن فإذا بالسحاب يتحرك ويتجه باتجاه هذا الإنسان الآن أخذه الفضول لازم يعرف من فلان وهل الأمر حقيقة وهل ما سمعته أنا وهم أو حقيقة ما يدري فأسرع باتجاه السحاب يريد أن يرى الرائح تجه السحاب إلى مكان ثم أرعدت السماء ثم بدأ المطر ينزل يقول فرأيت الماء يتجمع في وادي في شرج في أودية يتجمع الماء كله في مكان واحد ثم يسير في ذلك المجرى فأخذ الرجل يتبع يتبع الماء والرائح لازم يعرف الصوت هذا حقيقة أو خيال يقول فأسرع فإذا به يرى الماء يصل إلى مزرعة من المزانع مزرعة في الصحراء غناء ثمار جنان في داء في الصحراء نفسها والغيم يتجه إليها وينزل عليها الماء شيء غريب ليس كذلك يقول فإذا بالماء يصل إلى تلك الحديقة والمزرعة وإذا برجل عنده مسحاته يعني يوجه الماء إلى داخل حديقته يمنع من هذا المكان ويسير إلى هذا المكان حتى سقط الماء سقى الماء الزرع كله يقول فجئت إليه وسلمت عليه من صاحب المزرعة أنا صاحب المزرعة خير قال ما اسمك قال اسمي فلان نفس الاسم الذي سمعه في السماء تأكد الرجل أن الذي سمعه ملك من الملائكة ملك يأمر ملك الجبال أو عفوا ملك السحاب أن يأتي بالماء وبالمطر إلى حديقة فلان في الصحراء اتجه إلى حديقة فلان الآن تأكد الرجل أن الأمر ليس بخيال الأمر حقيقة والملك أمر السحاب أن يسقي تلك الحديقة من بين مزارع الناس وخيرات الناس اختاري هذه المزرعة يقول فقصصت عليه القصة لما سأل لما سألت عن اسمي ليش وما شأنك باسمي فأخبره الخبر وما سمع ثم قال له أسألك بالله أخبرني ولما السحاب يسقي حديقتك من بين الناس فقال الرجل أما وإنك قد سألتني خلاص سألتني راح أجاوبك شيء شفت بعينك الآن ما أقدر أخفيه قال أنا أزرع هذه المزرعة فإذا حصدت جعلتها ثلاثا ثلاثة أثلاث تخيلوا الحصاد المحصول كله يقسم ثلاثة قال فآكلوا وعيالي ثلثة ثلث حقه حق عيالي طول السنة ناكل منه قال وأتصدق بالثلث يعني أكلنا والصدقة نفس الشيء إحنا والفقير واحد ثلث لي والعيالي وثلث للفقراء والمساكين يعني أنا وعيالي حال لحال الفقراء نأكلهم مثلهم تخيل من يسويها ثلث الفلوس يتصدق فيها قال والثلث الأخير أرجعه في المزرعة لازم لازم يرجع عشان يزرع منه مرة ثانية حتى تبقى مثل الوقف حتى يبقى الزرع ما شاء الله إذن هذا الرجل ما الذي جعل السحاب يسخر له إلا أنه كان إنسانا يفعل الخيرات ويتصدق بها وما تفعل من خير تجدوه وما تفعل من خير فهو يخلفه والصدقة لا تنقص المال أبدا بل تنمي المال وتباركه يمحق الله الرباء ويربي الصدقات أي ينمي الصدقات ويكثر الصدقات ويبارك الله عز وجل في المال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ومن أساء فعليها شفوا أثر الصدقات وثمرة إنفاق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أرأيتم إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى الصدقة في سبيل الله وإلى عمل الخيرات كيف صنعت لهذا الإنسان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسبه ما أدرى هذا الرجل أن الملائكة تسخر السحاب من أجله لكن الله عز وجل أطلع ذلك الرجل علشان وصل الخبر لهذا الإنسان ليثبته على الدين فضل الصدقات عظيم فضل الإنفاق كبير كم من الناس اليوم من تصدق بصدقة فشاف الله مريضة يمكن ما يدري ما يدري أن الله شاف هذا المريض لصدقة تصدق بها قبل سنوات ما يدري لكن هذا هو السبب كم من إنسان تصدق بصدقة فصرف الله عنه مصرعا حادث لو لا أنه تصدق لانقلبت السيارة لكن الله نجع صدقات تحفظ الإنسان تنمي ماله تبارك في رزقه وفي أولاده ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره هذا رجل في صحراء لكن يقص النبي علينا قصته ليش عشان يحثنا على الصدقات على الخيرات إحنا ما طلب مننا وأوجب علينا نتصدق بثلث مالنا يعني لو الإنسان عنده ألف دينار ألف دينار في حسابه الآن من مننا يطلع ثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار صدقه وثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار لعياله وثلاثمية وثلاثة وثلاثين دينار يشتغل فيها مرة ثانية من مننا يفعله هذا الواحد لو عنده ألف دينار يطلع عشرين وثلاثين دينار زين نعمة لو إمية دينار من الألف هذا كريم حتى الأولاد وحتى الأهل لما قال الرجل وثلث لأهل وأولادي فهذه صدقة أيضا إذن هذا الرجل متصدق بالثلثين ثلث على الفقير وثلث على أولاد وأفضل الصدقة على الأهل والأولاد إذن هذه كلها صدقة أصلا طيب الثلث اللي رجعه هذا ليبقي الصدقة تستمر إذن كأن هذا الرجل كل ماله لله عز وجل ما جعل شيئا لأجل الدنيا كل أمواله لله فأكرمه الله عز وجل هذا دليل على أن هناك كرامات يكرم الله فيها عباده الصالحين وإن لم يكونوا أنبياء كرامات الله يكرمهم بها ومن الكرامات ذلك الرجل الذي سخر الله عز وجل له السحاب بصة أخرى رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في زمن من الأزمان ولا يهمنا هذا الزمن ولا من حصلت لهم هذه القصة هذه القصة لرجل خير صالح أراد أن يشتري عقارا رجل في خير أراد أن يشتري بيت يشتري عقار يشتري أرض فذهب إلى رجل عند أرض ومزرعة فاشتراها منه ومرت الأيام يحرث هذا الرجل الصالح في هذه المزرعة يحفر يحرث يبني يهدم يجدد في هذه المزرعة يبني له بيتا فيها وهو يحفر في هذه المزرعة ويحرث فيها إذ وقع الفأس والمعول في صندوق حفر الأرض أخرج الصندوق فإذا هو ممتلئ ذهبا وفضة ومجوهرات وخيرات كنز كنز وجده داخل هذه الأرض التي اشتراها من ذلك الرجل الأمن يدري عنه ما في أحد اشترى الأرض ولما اشتراها اشتراها هو الذي وجد الكنز ولا غيره هو الذي وجد الكنز الأرض له وهو الذي وجد الكنز وفي النهاية لا حد يرى إلا من إلا الله رب العالمين ماذا سيفعل هذا الرجل تخيل لو أنت مكانه اشتريت أرض وجدت داخلها كنز ماذا ستفعل يا عبد الله وربما هذا الكنز يغير حياتك كلها ربما يعيشك ابن عيم طول العمر ماذا ستفعل وماذا ستصنع تتوقع ماذا عمل هذا الرجل هل احتفظ بالكنز لنفسه أم أنه يعلم ألم يعلم بأن الله يرى حتى لو يراه الله عز وجل الأمر فيه شك يمكن يكون حلال عليه أصلا خلي أخذ الكنز ويستمتع بهذا الكنز ويعيش فيه ماذا فعل هذا الرجل ماذا صنع بهذا الكنز وماذا صنع صاحب الأرض الأصلي مع هذا الكنز بل هناك قصة ثالث أيضا سنرويها لكم رواها النبي كلها في هذه الحلقة لكن بإذن الله عز وجل إذا عدنا لكم بعد الفاصل كنوا معنا ولأن الرجل كان صالحا تقيا ورعا يخاف من ربه عز وجل ولا يريد شبهة في أمواله ولا يريد شيئا فيه شك أخذ الكنز وذهب مباشرة إلى صاحب الأرض سلم عليه ورد السلام فقال له هذا الكنز لك قال ماذا وأيو كنز هذا ولماذا لي قال حفرت أرضك فوجدته داخل الأرض قال لا شوف الآن العجيب ليس فقط فعل هذا الرجل العجيب فعل أيضا صاحب الأرض قال لا قال لماذا قال بعتك الأرض وما فيها مستحيل انتهى خلاص الأرض لك وما فيها لك هل رجع الآن صاحب الأرض بالكنز لأنه حلله خلاص مثل بعض الناس يقول يا فلان حللني يمكن حتى ما يقول لا الكنز هذا الورع اللي فينا قال حللتك خلاص الكنز لك قال لا بل الكنز لك أنت قال لا والله لك قال أنا اشتريت الأرض ولم اشتري ما فيها أنا اشتريت أرض ما شرت الكنز اللي فيها خذ الكنز خلصني منه قال صاحب الأرض بل بعتك الأرض وما فيها هذه نيتي خلاص اشتبي بعد أنا أقول لك الكنز حلال عليك هذا يرمي الكنز على هذا وهذا يرمي الكنز على هذا أي نفوس هذه اختلف الاثنان كل منهم يريد أن يعطي الكنز لصاحبه الأمر جد ما هو لعب ذهب الاثنان إلى من إلى القاضي كل واحد يشتكي على الثاني يا قاضي شوف صاحبي يبيعطيني الكنز أي أم هذه أي نفوس هذه أي أمانة أي تقوى أي ورع فجاء القاضي بالاثنين سمع حجة هذا قوية سمع حجة هذا قوية خذ الكنز لا أريد أنت خذ الكنز لا أريد وكان القاضي عادلا حكيما قال لصاحب الأرض ألك أولاد بنات قال نعم عندي بنت واحدة قال للذي باع الأرض أعندك أولاد أو بنات قال نعم عندي ولد واحد فقال القاضي ما رأيكما أن تزوج البنت للولد وتنفق وتنفق عليه ما هذا الكنز هذا الكنز يعيشون عليه ويكونون حياتهم منه فقبل الأول بهذه الفكرة وقبل الثاني بهذه الفكرة فزوج البنت لهذا الولد وعاش حياة مباركة بهذا الكنز والنبي يروي القصة يبين لنا أن هناك أمة من الأمم وهناك أناس في قلوبهم خوف من الله ما يرضى بفلس بدينار حرام عند الحرام حرام حلال بيّم والحرام بيّم وبينهما مشتبهات لا يأتونها أبدا نفوس زكت قلوب طهرت ولهذا خاف كل منهم أن يأخذ شيئا من المال قصة ثالثة قصة رجل أيضا في زمن من الأزمان الله أعلم بهذا الزمن الله أعلم بهذا التاريخ ولا يهمنا رجل أراد أن يستلف من أخيه مبلغا من المال وهذه القصة حصلت في بني إسرائيل كما جاء في الروايات أراد أن يستلف منه مبلغا من المال فجاء إليه قال تقرضني ألف دينار قال أقرضك لا بأس هذه الألف سلف ليست رباء قرضا حسنا لكن ايتني بالشهود وريد شهودا على هذا وما طلب خطأ من حقه قال ايتني بالشهود قال الله عز وجل شاهد بيني وبينك فرد الرجل قال الله خير الشاهدين خلاص قبلت بهذه الشهادة قال طيب ائتني بكفيل الكفيل اللي تكفل بالمال لو ما أعطيتني إياه يكون عليه الدين قال ليس عندي كفيل كفيلي رب العالمين فقال الرجل كفى بالله كفيلة كفى بالله شهيدة وكفى بالله كفيلة معنا يجوز ونحن أمرنا وستحب لنا أن نكتب الدين لكن هذا الرجل صالح وذاك الرجل أمين فقبل كل منهما بالآخر أعطاه الألف دينار إلى أجل مسمى يوم لفلان ترجع لي المال قال بإذن الله وهذا يعيش في الطرف الآخر من المدينة بينهما بحر بينهما ساحل شاطئ فلما جاء اليوم الموعود يوم أرجع المال وكان المكان عند شاطئ البحر قال أجيك في نفس المكان أنا أسكن من وراء البحر في اليوم الفلاني تاريخ الفلاني آتيك إلى هذا المكان نفسي وأسلمك الألف دينار قال لا بأس والله يشهد عليك فلما جاء ذلك اليوم صاحب الآن اللي خذ المال اللي يرجع الآن المال لصاحبه اللي عايش في الطرف الآخر من البحر جمع الألف دينار يبي يوديها الآن للي واعده لكن انتظر السفن فلم تأتي سفينة واحدة ولا قارب ولا سفينة قدر الله في اليوم الموعود ما جاء شيء يحملك كل يوم تأتي السفن إلا هذا اليوم ماذا سيفعل ماذا سيصنع وهو نحن يخاف الله هذا دين لازم أرجع الآن ويغفر للعبد للإنسان إذا مات شهيدا كل شيء إلا الدين والدين أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ماذا أفعل وماذا أصنع فإذا به يحتار ستغيب الشمس ماذا أفعل هذا يريد أن يوصل الألف دينار والرجل الثاني منتظر ولم تأتي سفينة تنقله تدرون ما سوى أتى بخشبة لنخايف الرجل لكن نواثق أن الله لن يخذ له جاء بخشبة نقر الخشبة حفر الخشبة وضع الألف دينار في صرة وأدخلها داخل الخشبة وكتب معها رسالة من جلد كتب فيها أن هذه الأموال من فلان إلى فلان أرجع فيها الدين أستعين فيها بالله عز وجل أتوكل فيها على الله وضع الرسالة في الكيس في الصرة وضع فيها ألف دينار أدخلها داخل الخشبة أغلق الخشبة رمى هذه الخشبة في البحر وك الأمر لله سبحانه وتعالى أما الرجل الذي ينتظر ماله في الطرف الآخر ما أتى صاحبي ما عند دليل ما عند شهود ما عند كفيل لكنه كان صالحا أين أموالي لم يأتي بها لم يفعل شيئا لما اقتربت الشمس من الغروب علم أن صاحبه لم يأتي الآن عزم أن يرجع إلى أهله بغير الألف دينار ضعت عليه الألف دينار خلاص وهو يريد أن يرجع رأى خشبة حطت تحملها البحر جاءت إلى شاطئ البحر كان يجمع الحطب علشان أهله يأتيهم بالحطب يشعل فيها النار لأهله يطبخ فيها الطعام من ضمن الخشب والحطب الذي جمعه تلك الخشبة التي حملها البحر من الشاطئ إلى الشاطئ بقدر الله جل وعلا أخذ الخشب ذهب إلى بيته أخذ يكسر الخشب ليشعل النار فإذا به يصل إلى خشبة كسرها فيها صرة ما هذه الصرة فتحها فإذا فيها ألف دينار وجد الورقة داخلها فإذا بالورقة من ذلك الرجل إليه يبرئ ذمته عند الله جل وعلا وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ مُرَاعُونَ لأنه كان أمينا لأنه كان صادقا لأنه التزم بعهده ووعده فما خذ له الله جل وعلا وصدقه الله كما صدق الله جل وعلا مو بس شدي الرجل عزم بعدها أن يجمع ألف دينار أخرى قال يمكن الخشبة ما وصلت ورجل أمين فجمع ألف دينار أخرى وبحث عن سفينة في يوم آخر فوجد سفينة وركب السفينة وأسرع بها إلى الشاطئ الآخر متأخرا على الرجل فجاءه يعتذر منه على تأخيره وأعطاه الألف دينار فقال ره الرجل صاحب المال الأول قال وهل أرسلت ألفا قبلها أنت ما سويت شيء ما أرسلت ألفا قبلها قال نعم أرسلت ألفا في خشبة رميتها في البحر توكلت بها على الله ولا أدري ماذا حصل قال أبشر قد أرسلها الله عز وجل إلي وصلت الخشبة ووصلت الأموال وأعطاك الله عز وجل ما تريد فخذ الألفة إليك فقد وصلت الأمانة إلي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كم من البشر اليوم إذا أخذ مالا من إنسان فإنه لا يرجعه إليه كم من الناس اليوم ليس بأمين على ماله أو على مال غيره كم من البشر اليوم من يجحد حقوق الناس وأموالهم لكن هذا الرجل لأنه كان صادقا صدقه الله جل وعلا ومن صفات أهل الإيمان الذين هم على أماناتهم وعهدهم راعون قصص وعبر نستخلصها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونستشفها من القرآن والسنة خلكم وإياننا في حلقة مقبلة بإذن الله عز وجل ومع قصة من القصص نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة الجن الذين يعيشون على هذه الأرض معنا ما قصتهم وما حقيقتهم الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس بآلاف السنين كما خلق الإنس من طين فقد خلق الجن من نار وكانوا يعيشون على هذه الأرض قبل الإنس بآلاف السنين الله أعلم كم سنة لكنهم كانوا في الأرض يفسدون فيها مع أن الله عز وجل ما خلقهم كما أنه ما خلق الإنس إلا لعبادته وما خلقتوا الجن والإنس إلا ليعبدون لكن الجن وللأسف أفسدوا في الأرض فلم ينشروا فيها إلا الفساد حتى قالت الملائكة لما أراد الله عز وجل أن يخلق الإنس قالت أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء أي ظنت الملائكة أن الإنس سيكونون كالجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء أفسدت الجن في الأرض سنوات وسنوات طويلة فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة تعذبهم كلما أفسدوا كلما أرسلت إليهم الملائكة تعذبهم حتى أبعدتهم الملائكة إلى الجزور أي الجزر أبعدتهم الملائكة إلى جزر يعيشون فيها حبستهم الملائكة في جزر لا يقتربون من الأرض حتى لا يدمر الأرض ومن فيها ومن عليها لأن في الأرض طيور حيوانات كائنات أخرى تعيش هذه الجن لم تدعها تعيش لوحدها فأسفكت الدماء وأفسدت في الأرض فطردتها الملائكة وحبستها في جزر كان من الجن جني يعبد الله عز وجل لم يكن كغيره من الجن كانت له مكانة وكان لم يفسد كما فسد أقرانه من الجن وهذا الجني اسمه إبليس لكرامته ولعبادته لله ولتقواه ولحسن عبادته رفعه الله عز وجل وجعله في السماء مع الملائكة لأنه كان عابدا كان صالحا إبليس هذا في بداية الأمر فعاش في الملأ الأعلى مع ملائكة السماء الله أكرمه وظل زمنا طويلا في السماء الجن في الأرض أما إبليس فهو في السماء حتى جاء اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم خلقه بيده من تراب الأرض أمر أحد الملائكة لعله جبريل أن يأخذ قبضة من تراب الأرض فأخذ هذه التربة وصنع وخلق منها بيده جل وعلا آدم عليه السلام فلما تشكلت جثته أو جسم آدم لم ينفخ فيه الروح جاء إبليس الذي يعيش مع الملائكة في السماء جاء عند هذا المخلوق الجديد فحسده واغتاض منه لأنه مكرم معزز خاف أن يأتي مخلوق فيأخذ مكانه شوفوا الحسد شوفوا خبث النفس رجع إبليس إلى طبيعة الجن مرة أخرى مع أن الله أكرمه مع أن الله عز وجل رفعه لكن ما نفع فيه فإذا بإبليس يحوم حول هذا المخلوق الجديد يدخل في منخره في جوفه ويخرج منه يدخل في داخل هذا الجسد ويخرج منه مرة أخرى ويقول إنك أجوف ولئن سلت عليك لأهلكنك وكان يقول للملائكة لا عليكم من لئن تسلت عليه لأهلكنه الملائكة لا تعصلها عز وجل ولا تفكر بسوء لكن إبليس بدأ يرجع لطبيعته الخبيثة مرة أخرى حتى خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح وعطس آدم وعلمه الله عز وجل من العلم وأمر الملائكة أن تسجد له تسجد لمن؟ لآدم أمر الله الملائكة وكان بينهم إبليس كان يتعبد الله كالملائكة في السماء لكن النفس فيها خبث لا زالت يتعبد الله مع الملائكة الله كافأ على صنيعه لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا سجد الملائكة وظل إبليس قائما فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الله عز وجل للملائكة سجدوا فسجد الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قال الله عز وجل لإبليس لما لم تسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير من هذا المخلوق أنا من نار وهذا من طين أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه كيف أسجد له كيف يكرم وأنا أسجد لهذا ما أسجد الله يأمره وهو يرد أمر الله عز وجل ومن اعترض على الله عز وجل كاعتراض إبليس كفر هذا استكبار هذا رد الأمر استكبارا وعلوا ولهذا يسمى الكفر كفر إبليس ومعارضة إبليس ورد أمر إبليس كان استكبارا إلا إبليس أبى واستكبر إلا إبليس كان من الجن الله يقول في القرآن ففسق عن أمر ربه لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة لما اعترض على السجود لآدم طلب إبليس من ربه طلبا قال يا رب ربي لعنتني طرتني أخرني وأنظرني إلى يوم يبعثون ما أريد شيئا أريد فقط أن تمهلني إلى يوم القيامة ألا أموت والجن يعمرون أكثر من الإنس مع هذا يموتون لكن إبليس طلبا من ربي أن يقياه إلى يوم القيامة لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني أعود بالله شوف الأسلوب الخبيث إبليس يقول لربه بما أغويتني هل الله أغواك أنت الذي استكبرت أنت الذي عانت لكن إبليس عليه لعنة الله قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سوف أفعل كل شيء لأضلهم عن سبيلك طرده الله من جنته من رحمته أسكن آدم عليه السلام في تلك الجنة في تلك الرحمة وخلق من ضلع آدم حواء زوجته وعاش آدم وحواء أجمل حياة في الجنة الآن إبليس مطرود والملائكة تمنعه عن دخول الجنة التي طرد منها طيب ماذا يفعل؟ كان هناك حيوان يدخل ويخرج من الجنة هذا في الملائي الأعلى الله أن يدخل إلى جوفها أن يدخل إلى جوفها فتدخل إلى الجنة ويدخل معها وفعلا فعلت الحية ما أراد وأدخل وأدخلت إبليس إلى الجنة مرة أخرى والله يعلم لكن الله عز وجل أراد أن يختبر آدم اختبر زوجته ويختبر البشر كل هذا مقدر والله عز وجل يعلمه دخل إبليس إلى الجنة وظل فيها السنين يوسوس لمن؟ يوسوس لآدم إلا يخرج من الجنة مثل ما أخرج منها اللي يتبع الآن الشيطان ويستجيب لشيطانه وإبليس انظروا للعداوة الأولى لو لا إبليس ولولا شياطينه لكنا الآن في الجنة دخل إلى الجنة وأخذ يوسوس واسوس لهم الشيطان أخذ يقول لآدم يا آدم ماذا منعك الله من الجنة؟ منع شجرة قال لآدم وحواء لا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذه الشجرة ممنوعة كل أشجار الجنة حلال كل ثمار الجنة حلال كل أنهار الجنة حلال إلا هذه الشجرة فقال لهما إبليس أتعلماني لما منعكما الله من هذه الشجرة؟ قال آدم لا نعلم قال ما منعكما ربكما ومنهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين لأنك لو أكلت من الشجرة يا آدم صرت ملك مو بس جدي راح تصير خالد في هذه الجنة قال وإذن قال كل كل حتى تصير ملكا وتخلد في هذه الجنة ما رضي آدم ولا زال وراءه سنوات وسنوات يقولون بدأت حوات استجيب له أكثر من آدم هي استجابت قبل آدم عليه السلام وسوس لهم الشيطان ما صدقه آدم حتى جاء اليوم الذي أقسم له بالله العظيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لما أقسم بالله ظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا مستحيل واحد يقسم بالله وهو كاذب فاستجاب آدم عليه السلام وحوا وذهب وأكل من تلك الشجرة لما أكل بدأت السوآت وطفق يخصفان يغطون العورات في تلك الجنة وإبليس فرحان مما فعل وندم آدم لكن الله عز وجل أخرج آدم وحواء من الجنة وأنزلهما إلى الأرض ومعهما إبليس الثلاثة نزلوا إلى الأرض قل نهبطوا منها جميعا ثلاثة نزلوا إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا ظل ولا إشقى بدأت العداوة بين الجن هذه قصة الجن في الأزل وبدأت العداوة على عداوة الجن والشياطين للإنس على وجه الأرض ماذا حصل؟ وماذا حدث؟ وماذا فعل إبليس؟ الله عز وجل أعطاه مهنة إلى يوم القيامة يعيش وله ذرية وجند كل ذريته لحرب آدم وذريته لحرب الإنس لصدهم عن سبيل الله عز وجل ماذا يفعل الشيطان؟ وأين مكانه الآن؟ إبليس وين مكانه؟ وما حقيقة الصراع بين الجن وبين الإنس؟ وهرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنًا وهل رأى الشياطين؟ وهل هناك حوادث بينه وبين الجن؟ وهل كل الجن شياطين لإبليس وخدم لإبليس؟ أم أن هناك جزء من الجن لا علاقة لهم بإبليس؟ هذا ما سوف نعرفه لكن كونوا معنا بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيه قصة الجن الذين يعيشون على هذه الأرض معنا ما قصتهم؟ وما حقيقتهم؟ الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس بآلاف السنين كما خلق الإنس من طين فقد خلق الجن من نار وكانوا يعيشون على هذه الأرض قبل الإنس بآلاف السنين الله أعلم كم سنة لكنهم كانوا في الأرض يفسدون فيها مع أن الله عز وجل ما خلقهم كما أنه ما خلق الإنس إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن الجن وللأسف أفسدوا في الأرض فلم ينشروا فيها إلا الفساد حتى قالت الملائكة لما أراد الله عز وجل أن يخلق الإنس قالت أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء أي ضنة الملائكة أن الإنس سيكونون كالجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء أفسدت الجن في الأرض سنوات وسنوات طويلة فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة تعذبهم كلما أفسدوا كلما أرسلت إليهم الملائكة تعذبهم حتى أبعدتهم الملائكة إلى الجزور أي الجزر أبعدتهم الملائكة إلى جزر يعيشون فيها حبستهم الملائكة في جزر لا يقتربون من الأرض حتى لا يدمر الأرض ومن فيها ومن عليها لأن في الأرض طيور حيوانات كائنات أخرى تعيش هذه الجن لم تدعها تعيش لوحدها فأسفكت الدماء وأفسدت في الأرض فطردتها الملائكة وحبستها في جزر كان من الجن جني يعبد الله عز وجل لم يكن كغيره من الجن كانت له مكانة وكان لم يفسد كما فسد أقرانه من الجن وهذا الجني اسمه إبليس لكرامته ولعبادته لله ولتقواه ولحسن عبادته رفعه الله عز وجل وجعله في السماء مع الملائكة لأنه كان عابداً كان صالحاً إبليس هذا في بداية الأمر فعاش في الملأ الأعلى مع ملائكة السماء الله أكرمه وظل زمناً طويلاً في السماء الجن في الأرض أما إبليس فهو في السماء حتى جاء اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم خلقه بيده من تراب الأرض أمر أحد الملائكة لعله جبريل أن يأخذ قبضة من تراب الأرض فأخذ هذه التربة وصنع وخلق منها بيده جل وعلا آدم عليه السلام فلما تشكلت جثته أو جسم آدم لم ينفخ فيه الروح جاء إبليس الذي يعيش مع الملائكة في السماء جاء عند هذا المخلوق الجديد فحسده واغتاض منه لأنه مكرم معزز خاف أن يأتي مخلوق فيأخذ مكانه شوفوا الحسد شوفوا خبث النفس رجع إبليس إلى طبيعة الجن مرة أخرى مع أن الله أكرمه مع أن الله عز وجل رفعه لكن ما نفع فيه فإذا بإبليس يحوم حوله هذا المخلوق الجديد يدخل في منخره في جوفه ويخرج منه يدخل في داخل هذا الجسد ويخرج منه مرة أخرى ويقول إنك أجوف ولئن سلت عليك لأهلكنك وكان يقول للملائكة لا عليكم من لئن تسلت عليه لأهلكنه الملائكة لا تعصلها عز وجل ولا تفكر بسوء لكن إبليس بدأ يرجع لطبيعته الخبيثة مرة أخرى حتى خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح وعطس آدم وعلمه الله عز وجل من العلم وأمر الملائكة أن تسجد له تسجد لمن؟ لآدم أمر الله الملائكة وكان بينهم إبليس كان يتعبد الله كالملائكة في السماء لكن النفس فيها خبث لا زالت يتعبد الله مع الملائكة الله كافأ على صنيعه لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا سجد الملائكة وظل إبليس قائما فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الله عز وجل للملائكة سجدوا فسجد الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين قال الله عز وجل لإبليس لما لم تسجد؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير من هذا المخلوق أنا من نار وهذا من طين أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه كيف أسجد له كيف يكرم وأنا أسجد لهذا ما أسجد الله يأمره وهو يرد أمر الله عز وجل ومن اعترض على الله عز وجل كاعتراض إبليس كفر هذا استكبار هذا رد الأمر استكبارا وعلوا ولهذا يسمى الكفر كفر إبليس ومعارضة إبليس ورد أمر إبليس كان استكبارا إلا إبليس أبا واستكبر إلا إبليس كان من الجن الله يقول في القرآن ففسق عن أمر ربه لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة لما اعترض على السجود لآدم طلب إبليس من ربه طلبا قال يا رب ربي لعنتني طرتني أخرني وأنظرني إلى يوم يبعثون ما أريد شيئا أريد فقط أن تمهلني إلى يوم القيامة أن أموت والجن يعمرون أكثر من الإنس مع هذا يموتون لكن إبليس طلبا من ربي أن يقيه إلى يوم القيامة لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني أعوذ بالله شوف الأسلوب الخبيث إبليس يقول لربه بما أغويتني هل الله أغواك أنت الذي استكبرت أنت الذي عانت لكن إبليس عليه لعنة الله قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سوف أفعل كل شيء لأضلهم عن سبيلك طرده الله من جنته من رحمته أسكن آدم عليه السلام في تلك الجنة في تلك الرحمة وخلق من ضلع آدم حواء زوجته وعاش آدم وحواء أجمل حياة في الجنة الآن إبليس مطرود والملائكة تمنعه عن دخول الجنة التي طرد منها طيب ماذا يفعل كان هناك حيوان يدخل ويخرج من الجنة هذا في الملائي الأعلى الله أعلم كيف كان ما هذا الحيوان إنه الثعبان الحية كانت تدخل إلى الجنة وتخرج منها يروى في الأخبار أن إبليس طلب من الحية أن يدخل إلى جوفها فتدخل إلى الجنة ويدخل معها وفعلا فعلت الحية ما أراد وأدخل وأدخلت إبليس إلى الجنة مرة أخرى والله يعلم لكن الله عز وجل أراد أن يختبر آدم اختبر زوجته ويختبر البشر كل هذا مقدر والله عز وجل يعلمه دخل إبليس إلى الجنة وظل فيها السنين يوسوس لمن يوسوس لآدم إلا يخرج من الجنة مثل ما أخرج منها اللي يتبع الآن الشيطان ويستجيب لشيطانه وإبليس انظروا للعداوة الأولى لو لا إبليس ولولا شياطينه لكنا الآن في الجنة دخل إلى الجنة وأخذ يوسوس وأسوس لهم الشيطان أخذ يقول لآدم يا آدم ماذا منعك الله من الجنة منع شجرة قال لآدم وحواء لا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذه الشجرة ممنوعة كل أشجار الجنة حلال كل ثمار الجنة حلال كل أنهار الجنة حلال إلا هذه الشجرة فقال لهما إبليس أتعلماني لما منعكما الله من هذه الشجرة قال آدم لا نعلم قال ما منعكما ربكما ومنهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين لأنك لو أكلت من الشجرة يا آدم صرت ملك ليس فقط ستصبح خالد في هذه الجنة قال وإذن قال كل كل حتى تصير ملكا وتخلد في هذه الجنة ما رضي آدم ولازال وراءه سنوات وسنوات يقولون بدأت حوات استجيب له أكثر من آدم هي استجابت قبل آدم عليه السلام وسوس لهم الشيطان ما صدقه آدم حتى جاء اليوم الذي أقسم له بالله العظيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لما أقسم بالله ظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا مستحيل واحد يقسم بالله وهو كاذب فاستجاب آدم عليه السلام وحوا وذهب وأكل من تلك الشجرة لما أكل بدأت السوآت وطفق يخصفان يغطون العورات في تلك الجنة وإبليس فرحان مما فعل وندم آدم لكن الله عز وجل أخرج آدم وحواء من الجنة وأنزلهما إلى الأرض ومعهما إبليس الثلاثة نزلوا إلى الأرض قل نهبطوا منها جميعا ثلاثة نزلوا إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا ظل ولا إشقى بدأت العداوة بين الجن هذه قصة الجن في الأزل وبدأت العداوة الجن والشياطين للإنس على وجه الأرض ماذا حصل وماذا حدث وماذا فعل إبليس الله عز وجل أعطاه مهنة إلى يوم القيامة يعيش وله ذرية وجند كل ذريته لحرب آدم وذريته لحرب الإنس لصدهم عن سبيل الله عز وجل ماذا يفعل الشيطان وأين مكانه الآن إبليس وين مكانه وما حقيقة الصراع بين الجن وبين الإنس وهرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جناً وهرأ الشياطين وهل هناك حوادث بينه وبين الجن وهل كل الجن شياطين لإبليس وخدم لإبليس أم أن هناك جزء من الجن لا علاقة لهم بإبليس هذا ما سوف نعرفه لكن كونوا معنا بعد الفاصل بدأت العداوة في الأرض الأرض ليس فيها إلا آدم وحواء يقال أنهما نزل في أرضين متباعدين والتقيا في عرفات والعلم عند الله عز وجل المهم نزل إلى الأرض ولم تكن لهما ذرية إلا في الأرض بدأت الذرية في الأرض تكثر وكانوا كلهم على التوحيد وبدأ الشيطان إبليس جعل له عرش على ماء في الأرض الله أعلم وين هذه الماء أي بحر أي محيط فيه عرش إبليس وله أتباع وجنود وذريته كلها سخرها في إغواء بني آدم والشياطين الموجودين من قبل نفس الشيء كلهم صاروا خدم لإبليس الذي صار زعيما لأنه المعمر هو الذي ظل آلاف السنين على وجه الأرض كل الشياطين تموت الجن تموت لكن إبليس ما يموت إلا يوم القيامة كما أذن الله لها فصار أكبرهم وصار سيدهم وصار الذريت كلها خدم له وبدأ يغوي بني آدم بدأ بالذنوب والمعاصي شيئا فشيئا أول جريمة قتل قدر على بني آدم قابل لما قتل هابل بإغواء من إبليس وشياطينه وذرية إبليس هذه أول جريمة قتل على وجه الأرض بدأت الذنوب والمعاصي تنتشر في الأرض شيئا فشيئا لكن ما قدر أن يوقعهم بالشرك بعد مئات السنين من آدم عليه السلام إلى أن جاء قوم نوح أول شرك وقع على وجه الأرض كيف قدر إبليس عليهم إبليس جاءهم وكان هناك في قوم نوح أناس صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى هؤلاء كلها أناس صالحون أسماء أناس صالحين جاء إبليس وجاءت الشياطين إلى قوم نوح فقالوا لهم لما مات هؤلاء الصالحون قالوا ما رأيكم لو تجعلوا لهم تماثيل وصور لهذه الناس الصالحة الميتة اجعلوا لهم صورا وتماثيل لأنكم إذا رأيتم تماثيلهم وصورهم تذكرتم نصائحهم ذكروكم بالله جل وعلا فتذكرتم الله يعني مو عشان تعبدونهم لا عظموا قبورهم عظموا صورهم عظموا تماثيلهم ليس لهم لكن تعظما لله لأنهم يذكرونكم بالله وكانوا أناسا صالحين صنعوا عظموا قبورهم جعلوا عليها اشكال جعلوا لهم تماثيل وصور علشان يذكرونهم بالله راح جيل بعد جيل والإيمان يضعف والدين يقل والشياطين تلح عليهم طيب لا تعبدونها لكن اجعلوا هذه الأصنام وهذه الآلهة وهذه القبور واسطة بينكم وبين رب العالمين الشياطين تنتظر سنوات ويمكن مئات السنين علشان شي واحد بس حتى مر جيل بعد جيل فجاء قوم أخذوا يعبدون هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأوثان أخذوا يعبدونها من دون الله عز وجل وبدأ أول شرك على وجه الأرض فأرسل الله لهم نوح عليه السلام استمرت الشياطين في الأرض إبليس جالس على عرش وله خدم والخدم شي سوون يروحون أتبع إبليس يذهبون في الأرض يضلون الناس فيأتيه الشيطان فيقول له إبليس ماذا صنعت يقول لازلت به حتى زنى ولا شيء الآخر لازلت به حتى سرق ولا شيء لازلت به حتى شرب الخمر ما سوت شيء فيأتيه شيطان فيقول لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول أنت أنت تعال تعال يقربه يعلم الشيطان التفريق بين المرء وزوجه من أعظم أهداف يدمر فيها المجتمعات الشيطان الشيطان على العرش على البحر إبليس ويرسل جنوده قرنا بعد آخر حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والرسل هنا إبليس بنفسه اغتاض اغتاض من هذا النبي اغتاض من كل الأنبياء لكن هذا النبي اغتاض أشد الغيظ له حتى كان يتدخل بنفسه ما يرسل له الشياطين كان بنفسه يذهب إليه يحاول أن يقضي على محمد يحاول أن يصد الناس عن دعوته بنفسه حتى يوم من الأيام لما علم أن كبار قريش تريد أن تكيد بمحمد صلى الله عليه وسلم بنفسه راح تمثل شيخا من نجدي ودخل على داري الندوة عندهم عند أبي جهل وأخذ يعطيهم رأيه فلما قال أحدهم نقتله قال ذعم الرأي رأيه أي يده وجعل الناس يقتلعون بقتل محمد صلى الله عليه وسلم إبليس إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الله يقول حق البشر تتخذون إبليس وجماعته وذريته أولياء تتركون رب العالمين وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بدأت العداوة إبليس يؤجد قريش شياطين تؤجد قريش على رسول الله فعادوا رسول الله آذوا رسول الله حتى خرج إلى المدينة فحرض قريشا على قتاله من الذي حرب إبليس بنفسه وجاء إليهم بصورة سراق بن مالك إبليس معركت مع رسول الله هذه أشد معركة يعرف أنه لو انتصر قضى على الدين في الأرض لكن لو لم ينتصر كل اللي سواه من سنوات طويلة ينتهي حرض قريش على شكل إنسان جاهم شكل سراق بن مالك وقال لهم إني جار لكم أنا عندي أقوام وياكم راح يقاتلون وروحوا قاتلوا ومع لكم مننا وراح نقاتل معاكم وراح نفعل ونفعل فلما وصل إلى المعركة وراء الملائكة تتنزل هرب قالوا لي يا سراق ورايح قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب هرب وولى من المعركة حتى وصل إلى البحر شوف وين وصل رجع إلى عرشه هذا المخلوق من خبثه ومن شره كان يدل المشركين على رسول الله ويحرض المشركين على رسول الله حاول أرسل جنوده أرسل جيشه على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله لكن الإيمان الذي ازداد كان يطرد الشياطين حتى أن عمر الذي أسلم والذي كان بإسلامه عز لهذه الأمة ما سلك فجا إلا وهربت الشياطين إلا سلك الشيطان فجا غيره أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يطردون الشياطين أما أتباع إبليس فإنهم كانوا يفرون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم المعركة حامية ليست المعركة فقط بين أبي جهل ورسول الله بين أبي لها وبين رسول الله المعركة الأعظم بين إبليس وبين الأنبياء والرسل إبليس لا زال يرسل جنوده وجيشه حتى حصلت بعض الحوادث يوم من الأيام يقول أبو هريرة كانت الصدقة أمنني رسول الله على الصدقة على مال الصدقة تمر وغيره كان حاط في بيته وهو الأمين عليه يقول وفي الليل سمعت صوتا بالليل سمع صوت يقول فإذا برجل يسرق من الصدقة رجل كبير شايف يقول فذهبت ومسكته قلت لأذهبن بك إلى رسول الله قال لا تفعل فوالله إني رجل كبير وعندي عيال ولا أملك شيئا من الطعام تركني يعني أنا أنا بحاجة لهذه الصدقة فقال أبو هريرة فتركته وكان حارس أمين أبو هريرة يقول في الليلة الثانية جاءني فمسكته قلت أنت الذي كذبت علي البارحة وأعهدتني قال والله أنا رجل كبير شيخ علي وعندي أولاد اتركني يا أبو هريرة يقول فتركته في اليوم الثالث مسكته قلت الآن أذهب بك إلى رسول الله خلاص هذه مرة الثالثة ما في عهد ووعد بيني وبينك قال أعلمك شيء وتتركني قال قل قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني آية الكرسي فإن قرأتها فلا زال عليك من الله حافظ حتى تصبح غريبا نصيحة أبو هريرة هو وعاء السنة يعرف الأحاديث ورجل يقول له هذه النصيحة من هذا الرجل الذي يعلم أبو هريرة تركه أبو هريرة في الصباح ذهب أبو هريرة إلى رسول الله وجلس عنده قال يا رسول الله رجل ثلاث أيام وجاءني وفعل كذا وكذا وكان أبو هريرة في كل يوم يعلم الرسول ورسول يقول له رح يرجع ورح يرجع ورح يرجع كل يوم كان يقول له أنب صلى الله عليه وسلم لكن في اليوم الثالث قال حق الرسول شيروا النصيحة اللي علمها إياها ماذا قال النبي؟ قال أتعرف من صاحبك يا أبا هريرة تدري منه هذا الرجل؟ قال لا اشتراني قال إنه الشيطان هذا الشيطان من الشياطين جايك صدقك وهو كذوب الشياطين تكذب دائما لكن في هذه الكلمة صدقك يعني لو قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله يحافظ حتى تصبح نعم لأن الشياطين تعلم أن الله يحفظ ابن آدم بهذه الآية الجن والشياطين جاءت إلى رسول الله الجن الله عز وجل بعد أن ذهب النبي إلى الطائف ورده أهل الطائف ورجع إلى مكة في الطريق التقى بالجن من نصيبين وفت من الجن جاءوا إلى رسول الله فاستمعوا القرآن وكانوا أهل إيمان وتقوى كانوا على دين موسى عليه السلام فلما سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإصرفنا إليك نفرا من الجن نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين آمنوا بالله جل وعلا وكفروا بكل معبودات غير الله جل وعلا الجن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصرت بعض المواقف بل كان يصلي يوم من الأيام مسك النبي شيئا الصحابة عجبوا شفيه ما يشوفوا شيء قال هذا شيطان عرض لي في الصلاة فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقول حتى أحسست بلعابه ببرد لعابه على يده قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به الصبيان لأن شنو دعوة سليمان جعل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ظل الجن والشياطين منهم المؤمن ومنهم الكافر خلق كخلق الإنس لكنهم فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون فيهم الصالحون فيهم دون ذلك ظلوا على وجه الأرض شياطينهم تصرف الناس عن عبادة الله جل وعلا حتى يرث الله الأرض ومن عليها نتعجب صح ولا لأ من قصة الجن والشياطين ونتعجب اليوم لما نشوف أناس من البشر كرامهم الله يقول الحنى عبدت الشيطان عجيب أمرهم لكن من اتبع الشيطان سيحشر معه في جهنم يوم يخطب فيهم إبليس فيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي هذه قصة الجن والشياطين باختصار التي ذكرت في القرآن والسنة نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة استبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون زادا لنا حتى نلقى الله عز وجل معنا اليوم قصة من القصص التي رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صيح مسلم روى هذه القصة النبي على أصحابه ليثبتهم على دينهم بها أحيانا مثل هذه القصص تثبت الإنسان على دينه وعلى طاعة ربه بل أحيانا تعلمنا فوائد كثيرة خصوصا قصة اليوم فيها من العبر ومن الفوائد الشيء الكثير مهما ذكرنا فإن الوقت لن يتسع على استخلاص كل فوائدها فقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم يقول قصة لكن تستخرج منها فوائد وأحكام واستنباطات وربما أحكام شرعية يقول كان في من كان قبلكم ملك عنده ساحر ملك يخدع الناس بهذا الساحر كما كان فرعون يفعل كان يقول أنا ربكم الأعلى وكان عنده سحرة يوهمون الناس بأن له قدرات وليس فعلهم إلا سحر وشياطين وهذا الملك الذي يخدع الناس نفس الشيء كان يقول أنا ربكم وكان عنده ساحر يفعل له بعض الأعمال فيظن الناس أنه صحيح هذا ربنا والعياذ بالله جهل من الناس وجهل من هذا الساحر وهذا الملك وغيره فلما كبر هذا الساحر علم أنه سيموت قال للملك ابعث لي غلاماً أعلمه فأرسل الملك له غلاماً طبعاً نتصور أن الملك ما جاب أي غلام أكيد اختار غلام من بين الغلمان أكيد أن فيه نباهة فيه ذكاء فيه عقل فيه فطنة غلام سبق أقرانه ولهذا أرسله الملك أرسله الملك إلى الساحر يتعلم الساحر وش معنى الغلام؟ لأن هذا الغلام سيكون في المستقبل شاباً ثم يكون رجلاً وكهلاً يعني له مستقبل وراءه الاهتمام بالطفل أهم ما في إصلاح أي مجتمع نبي نصلح مجتمع لازم نهتم بالغلمان نبي نؤسس فكرة أو ننشر فكرة في الأمم لازم نهتم بالغلمان بالصغار ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصغار كعلي بن أبي طالم أول من أسلم من الصبيان اهتم به النبي فصار سيداً من سادات هذه الأمة علي بن أبي طالم اهتم في ابن عباس وهو صغير اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم فصار ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الملك بحث عن غلام فوجد غلاماً نبيهاً عاقلاً ذكياً فجاء به وطلب من الغلام أن يتعلم السحر من هذا الساحر والسحر علم نعم علم لكنه كفر بالله جل وعلا ما يتعلمه الإنسان إلا ويكفر بالله لازم لأن الشياطين ما تستجيب للساحر إلا بعد أن يتقرب إليها يعبدها من دون الله يكفر بالله بعض السحر والعياذ بالله الآن يهينون القرآن يتبولون على القرآن جل الله المصحف يسبون الأنبياء يفعلون أفعال كفر قبيحة بعدها يصبحون سحر فذهب الغلام إلى الساحر يتعلم السحر ليكون خليفة لهذا الساحر وإلا ملك الملك يضيع كذب على الناس أنا ربكم يروح خلاص إذا مات الساحر ماكو شيء الناس تعرف كذبة فبدأ الغلام يتعلم وفي طريقه كل يوم يطلع من أهله يروح للساحر يتعلم في الطريق كان يرى رجلا غريب المنظر غريب الكلام رجل كان يرى رجلا في صومعته في بيته ما يخرج مع الناس ما يختلط بالناس عنده كلام غريب وعنده حركات غريبة فدخل الغلام الذكي الفطن واستأذن من هذا الرجل فجلس قال من أنت؟ قال أنا راهب وماذا يعني راهب؟ أخبره بالخبر أنا راهب أتعبد الله قال يعني الملك تتعبد الملك؟ قال لا أتعبد رب الملك وربي وربك قال من تقصد؟ أخذ الغلام الذكي النبيه يستمع إلى كلام الراهب فأعجبه استعرس هذا كلام جميل ولأن الغلام كان ذكيا أذكى من رجال ذلك الزمن بدأ يرتاح لكلام الراهب يجلس شوي معه بعدين يروح للساحر ويبدأ الساحر يسأله لماذا تأخرت؟ تأخرت فيبدأ الساحر يضربه قاسي لأنه ما في رحمة ما في دين ما في إيمان رجل خبيث مع الشياطين فيضرب الغلام ضربا فإذا رجع الغلام من الساحر مجبور روحك الساحر يرجع إلى الراهب فيجلس عنده فيهدأ قليلا ويرتاح من كلامه أراد الله لهذا الغلام أمرا أرادوا أن يضلوه لكن من يهدي الله فلا مضل له فإذا بالغلام يرجع إلى الراهب فيشتكي عند الراهب ضربا الساحر ويشتكي أن أهله في العودة أيضا يضربونه أهل يضربوني إذا تأخرت عندك والساحر يضربني إذا تأخرت عندك لأن في الطريق في الروح وفي الرجعة يجلس مع الراهب والراهب يعلمه الدين فقال له الراهب إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي أهلي أخروني وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر تطلع من هذين وتطلع من هذا لعله نوع من الكذب لكن الله عز وجل لعله أباح لهم هذا الأمر في شريعتهم حتى ينجو هذا الغلام ما يتحمل وكان كل يوم في طريقه يجلس عند الراهب شوي في الذهاب وفي العودة يسمع من الساحر ويسمع من الراهب فشتان بين الاثنين نقيضان يتعلم منهم الغلام في يوم من الأيام الغلام في طريقه إلى بيته رأى حيوان عظيما دابة كبيرة جاءت إلى القرية فأفزعت الناس وجلست في وسط الطريق فخاف الناس منها الناس كلها خايفة الناس كلها تراجعت محّد تجرأ أن يقترب من هذه الدابة ربما ثعبان عظيم ربما سبع ربما شيء دابة عظيمة كل الناس خايفة تقترب منها وقطعت على الناس طريقهم نظر الغلام الصغير إلى هذه الدابة فقال اللهم إن كان الآن أتأكد الراهب صح أو الساحر أنا رح يبين من اللي صح من اللي كلام حقيقة قال الراهب يقول لي في الله و الله يستجيب لك إذا دعيته فقال الغلام اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ففرّج على الناس هذه الدابة أبعدها عنهم أهلكها اكفي الناس شرها ترى هذا الأمر يعني ما قاله الغلام إلا أن الله عز وجل قذف في قلبه هذا ولأنه وصل إلى مرتبة من الإيمان ومن العلم صح كان مترددا لكن ما لجأ إلى الله إلا لأنه وصل إلى مرتبة من اليقين أخذ الصخر حجر والناس قاعد يطالعه الناس يتخوف الدابة مقادرة فاقترب الغلام منها فنظر الناس أيها المجنون ابتعد ماذا تفعل ستهلكك الدابة ستقتلك واقترب الغلام منها ولم يخف ثم أخذ الحجر فرم هذه الدابة فأزاحها هذا الحجر وماتت مباشرة فإذا بالناس تعجبون كيف فعل هذا الغلام هذا الأمر الغلام ما هم كلام الناس لكنه علم أمرا أن أمر الراهب أحق من أمر الساحر الله أكبر الآن تأكد الغلام أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل ولا يفلح الساحر حيث أتى قال ما جئت به أيها الساحر باطل يقولها في نفسه وما جاء به الراهب الراهب هو الحق إذن تأكد الغلام من شدة فرحه ذهب إلى الراهب دخل إليه وقص عليه القصة وأخبره بالخبر الآن الراهب تعجب قال متأكد من الذي حصل قال نعم حصل كذا وكذا تدرون شنو قال الراهب المعلم شكال حق التلميذ الأستاذ الشيخ شكال حق تلميذة قال أيها الغلام إنك اليوم خير مني وين الأستاذ اللي يقول حق تلميذة شدي فيه شيخ يقول حق طالب اللي عنده تلميذ أنت ترى أحسن مني قليل صح ولا لا هذا ما يصل إليه إلا إنسان في قلبه نوع من التواضع نوع من الإيمان أخلاق جعلته يتواضع فيقول لتلميذه يا غلام إنك اليوم خير مني وسوف تبتلى كل واحد يأتي بهذا الدين يبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي يعني خلني أنا ترى أنا كبير بالسن أنا أعلم اللي أقدر عليه وأسوي اللي أقدر عليه لكن يا بني يا غلام ستبتلى تخيل غلام صغير ويقول للرجل إنك ستبتلى صعب أليس كذلك الأرقم قالها للنبي ورق ابن نوفل قالها للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ليتني جذعا إذ يخرجوك قومك قال أوم خرجيهم قال ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا عودي الآن الراهب يقول للغلام ستبتلى وأنا أقول لكل إنسان يلتزم ويحتدي بالشرع ويبلغ دين الله ستبتلى لكن يبتلى المر على قدر دينه يختلف البلاء قال فإذا ابتليت يا بني فلا تدل عليه فوافق الغلام على هذا إذا أعانه الله عز وجل أراد أن يكتم أمر الراهب خرج الغلام وأجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات كرامات قد لا تحصل على يد غيره من البشر في ذلك الزمان توقع الغلام أن يبتليه الله عز وجل وتعلم الدين من هذا الراهب وكان مجبورا على الذهاب للساحل لكن كان يعلم أن فعله باطل أجر الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات فكان يبرئ الأكمه والأبرص الأعمى اللي مولود وهو أعمى يمسح على وجهه ويدعو الله عز وجل فيشفيه الله تعالى والأبرص يمسح على جلده فيشفيه الله عز وجل والمريض يدعو له فيشفيه الله عز وجل سمع بهذا الأمر رجل يجالس الملك جليس للملك نديم للملك صاحب للملك وكان أعمى البصر سمع أن هناك غلام يرجع البصر لصاحبه فناده نادوا هذا الغلام فنادوا هذا الغلام فجاء إليه وكان أعمى قال يا بني سمعت أنك تشفي وترجع البصر لصاحبه فإن فعلت وأرجعت إلي بصري ليس هناك أحد بأجبع لك من الأموال مني يعني ما في أغنى مني أعطيك ما تشاء من أموال وما تشاء من ذهب وفضة ما درى هذا المسكين أن الغلام لا يريد أموالا ولا يريد ذهبا ولا يريد فضة غلام لكن الآن همه أن يؤمن الناس بالله رب العالمين ترى شيء غريب صحولة لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه القصة في الصحاح لنا لتعجبنا قال لك ما تشاء من أموال لكن أرجع علي بصري فقال الغلام أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد قال ماذا تقول قال نعم أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد من الناس قال الناس يقولون قال الأمر غير صحيح قال إذن ما هو الصحيح قال الصحيح أن الله عز وجل هو الشافي أنا أدعوه فيشفيك فإن شئت آمن به وأدعوه فيشفيك قال ومن هو الله فعرف الغلام ذلك الرجل من هو الله الغلام صار أشجع من الراهب الراهب متخفي لكن الغلام فيه قوة إيمان ويقين وحماس لهذا الدين بدأ يبلغ دين الله عز وجل وما هم ما هم أن هذا جليس الملك ولا مجليس الملك فقال له آمنت قال فإذا آمنت به يرجع لي بصري قال أدعوه ويرجع عليك بصرك فآمن جليس الملك بالله تعالى وكفر بالملك فإذا بالغلام يدعو الله عز وجل ويمسح على وجهه فيبصر مرة أخرى جليس الملك أبصر فازداد إيمانه بالله جل وعلا وازداد يقينه بأن دعوة هذا الغلام هي الدعوة الحق لا دعوة غيرها ولا كلام الباطل الذي يقوله الملك فرح الملك فرح الجليس بهذه النعمة نعمة البصر أن يعطي الله الإنسان البصر بعد أن كان أعمى نعمة عظيمة وكان على عهده وعلى وعده فإذا به يؤمن بالله مرت الأيام والملك زار هذا الجليس فلما جلس عنده قال له يا فلان أعتبصر تشوف قال نعم ألم تكن أعمى كنت من رد عليك بصرك قال ربي قال يعني أنا قال لا ربي وربك الله رب العالمين قال ماذا تقول قال نعم ربي وربك الله رب العالمين فمسك الجليس وأدخله القصر وأمر الجنود أن يضربوه صاحبك هذا صاحبك الذي تجالسه هذا خليلك هذا صديق عمرك لكن الكافر ليس له صاحب خبيث حتى صاحبه أدخله القصر وأمر الجنود أن يعذبوه ليرجع عن دينه فلم يرجع فعذب ليخبر عن من علمه هذا فإذا به فإذا به يبوح بالسر وذكر الغلام واسمه الغلام الذي ذهبنا به عشان يتعلم السحر ويثب الديننا وملكنا هذا الغلام يفعل فينا هذا ائتونا بالغلام فجيء بالغلام فسأله الملك يا غلام ألك رب غيري قال الغلام نعم أيها الملك ربي وربك الله رب العالمين الله رب العالمين فإذا بالملك يأمر بالغلام ليجلد وليضرب نعم لكنه الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صبر الغلام على العذاب وما تراجع عن دينه قيد أم له لكنه لما عذب أخبر عن الراهب تعذيب تعذيب حين الإنسان ينسى نفسه خلاص فجيء بالراهب اللي هو الأصل اللي هو علم الغلام جليس الملك الغلام الراهب الثلاثة الآن مؤمنين فلا زال الملك يعذب الراهب عذاباً ولم يتراجع عن دينه أبداً حتى أمر الملك أن يشق الراهب نصفين وفعلاً جئ بالمنشار على رأس هذا الراهب وإذا به يقتل وينشر نصفين أمام من؟ أمام الجليس صاحبة اللي لتو أبصر وأمام من؟ الغلام الصبي الصغير معلمه شيخه أستاذه ينشر بالمنشار أمامه يا الله لماذا كل هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كم من إنسان على وجه هذه الأرض قتل في سبيل الله كثيرون أنبياء ذبحوا زكريا عليه السلام نشر بالمنشار نبي الله وهو في الشجرة فتح الشجرة ودخل فيها ونشروه مع الشجرة نصفين حتى ما رفع صوته بالألم يحيى ابنه أيضا النبي قطع رأسه وهو ساجد يصلي قطعوا رأسه وهو ساجد لله عز وجل أنبياء كثر قتلوا صالحون قتلوا شهداء كتلوا